اشتركوا في القناة والتحاد قوي والتحاد عندهم ملايها المالية فما ينفعش ان يطلع الول معناش فلوس فجبنا لا ممكن معنا فلوس ونجيب منصر عادي تمت مقارنات برضو في ناس كتيرة على ان المنتخبات اللي وصلت لها كأس العالم غالبيتهم كلهم كانوا مدربين وطنيين وده يمكن جزء من بداية ان احنا فكرنا في المنتخب الوطني نعم نتوجيه شكر كابتن ايهاب على فترته ونتمنى له التوفيق ان شاء الله وهو واحد من افضل المدربين لكن زا ساعات الكورة بيبقى ظلمة شوي فبنشكره على الفترة اللي فاتت وده يخلينا ان احنا نفتح السكة للتفاوض مع مدير فن أجنبي الفترة بخضبها فنجادة جي في وقت صعب شوية كنا احنا لسه جايين وفيه كان تحفز شوية ضده فالناس ما صبرتش عليه وده غلط وانا اقول لك لازم نعترف بقى اخطاء ان احنا هنجيب برضو المدير ما انتخب الوليمتي هيبقى ورجل الاجنبي برضو بساء الخير واهلا بكم حلقة جديدة من بوكس تو بوكس دونت ماكس كل حاجة في الجبالاية والعكس النهاردة الحياة مؤتمر صحفي تاريخي عامل اتحاد الكورة ولتصدى ليه كابتن حازم امام ودي شجاعه انا يعني بحسده وبشكوره عليه انه يتصدى في الوقت الصعب ده ويقعد قدام الصحفيين واستحالة غضب من الاعلام من الاحداث والمشاكل الكتير اللي حصلة في كرة القدم المصرية في الاسابقاء الاخيرة يعني احداث متلاحقة ومشاكل وازمات لا مسيرة لها في تاريخ الكورة المصرية تصدى ليه او اتكلم لكن الغريب انه كل اللي عاملوا اتحاد الكورة في الشهور الاخيرة العكس كله النهاردة بيحصل فعشان كده بقول لكم اتحاد الكورة دونت ماكس كل حاجة في الجبالاية والعكس فكروني بالافلام الكوميدي هارفين النهاردة اتحس كده ان محدش عايز يتصدر المشهد راح اقعدوا مع السادة الوزير الدكتور قشف صبحي وزبطوا الدنيا وزبطوا كل حاجة وحاولوا انهم ما ياخدوا دعم ويعني وشرحولوا الموقف وكل الكلام ده اوكي مفيش مشكلة لما يحصل تعاون بين الوزارة وبين واحد من اهم الاتحادات المصرية ده دور الوزارة انها تقف جنب الاتحادات مفيش مشكلة يعني خالص لكن الغريب ان السياسة اللي اتحاد حطها غيرها فا 24 ساعة برضو ما عنديش مشكلة بس مين يحاسب على الاخطاء طب انت طلعت تمشيت مدرب مدير فني اجنابي كارلوس كيروش وبعدين بتعترف النهاردة اللي كان مشيانه غلط طب مين يحاسب القرار الغلط مين يحاسب عليه طب انت جبت مدير فني وطني الكابتن اهاب جلال وبعدين اعلنت النهاردة رحيل واقالة الكابتن اهاب جلال اسرع اقالة في التاريخ الرجل اشتغل تسعة ايام من واحد ستة لتسعة ستة لما خسر من اسيوبا يوم تسعة ستة سبك من ماتش كوريا اسرع اقالة في التاريخ مين يحاسب على المشاريع دي مين يحاسب على حالة التردي والتراجع اللي موجودة في الحكام من يحاسب على حالة التردي والتراجع اللي موجودة في كل المسابقات وانتظامها من يحاسب على المنتخب الوليمبي اللي اول ما جي التحاد القرى قرر يمشي الجهاز الفني بتاعه وبعدين فجأة اكتشفنا ان مفيش ولا مدرب وطن عايز يمسك مرتب ضعيف يعني النهاردة المدرب بياخد في النادي 600 ألف جنيه اقال لحاجة لغات مليون جنيه فانت جاي تقول له 200 ألف جنيه و250 ألف جنيه فقال لك ايه ده وبعدين انت بتقيل المدرب الوطني مالوش داية عندك واحد بحاجب شاوي غريب مشيته مين يحاسب على التهريك ده مين النهاردة بتقول ان في انجادة مشيانه كان غلط وان الراجل اشتغل وحجب للحكام مدير فني أجنابي طيب للكابتن حاسم إمام وقال اتحاد الكورة في فلوس يعني انا حوريكم تصريح عمله النهاردة الكابتن حازم امام فينا يا جماعة تصريح الكابتن هناك من يقول ان اتحاد الكرة ليس لدي اموال لا انا عايز اقول الكابتن حازم مش هناك من يقول ده اللي قال ده رئيس الاتحاد بنفسه وعندنا تصريحات ليه هنجبها لكم هتقولنا يا جماعة التصريح بتاع الدولارات ده لا اللي مش ده عندك تصريحات تانية لجمال علام الاستاذ جمال علام وهو بتكلم سألت عندنا كم دولار فقاله مفيش جمال علام يكشف كيفية التعاقد مع ايها بجلات هادي الكلام اللي قاله الاستاذ جمال علام هاتلي بقى اللي تنيري لجنبه بعض دول تاني كده بقى استدعت مسؤول الماليات وقلت له عندك كم دولار فاجاب ما عنديش لذلك قررنا التعاقد مع مدير فني اجناب هناك من يقول ان اتحاد الكرة ليس لديها اموال لكن الاتحاد الكرة لديها موارد مالية ورعاية ده حازم امام النهاردة طب نصدق ميه فكروني بقى فيلام اسماعيل ياسين انا على فكرة قلت مرة الاستاذ جمال علام فكرتني بالشيخ حسني لما كان قصد المشهد الاخير يا بابا انت اعمى ما انفعش تسوق المتساكل فراجل زعل جدا من التشبيه ده التشبيه ده كان القصد ايه قدامك الواقع انت مش عايز تبص على الواقع انت عايش في موضوع تاني مالوش علاقة بالواقع طب مين هيحاسب على كل الاخطاء اللي حصلة دي مين اتحاد الكرة النهاردة بيقدم نموذج للفشل الاداري الزريع وعلى فكرة انا مش معا استقالة الاتحاد يعني انا مش من الناس اللي بتنادي باستقالة مجلس الادارة لان انا مش متفائل ان يجي الحج احمد يبقى حسن من احمد هو احمد زي الحج احمد يعني في الاخر يعني يعني مش متفائل ان يجي حد جامد جدا انت بتتكلم في مورصات بقالنا سنين كبيرة جدا كتيرة جدا لكن انا عايز ادي نموذج في الجزائر يعني حتى كابتن حازف ادينا نموذج قيل في الجزائر خرجوا من كاس العالم وما حصلش حاجة والدنيا ما تهددش لكن عندي خبر بيقول قبول استقالة الاتحاد الجزائري لكرة القدم اهو بسبب فشل الوصول للمونديال قبول استقالة الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعني ده طرح من الطروح اللي بتحصل برة يعني واتحادات زينا يعني اتحاد الجزائري اتحاد مشابه لنا ومنتخب كان الجمهور الجزائري بينتظر ان يحقق انجاز ويوصل كسعالم زينا بالظبط وما وصلش كسعالم مش طب هالي النهاردة تاني نتكلم مع كارلوس كيروش وهنرجع تاني نشوف شروط كارلوس كيروش ونرجعه تاني مبارحلتلكوا هذا الكلام اتحاد الكرة بيتواصل مع كارلوس كيروش وده اللي قاله حازم امام النهاردة كابتن حازم قال كده قال تواصلنا مع كيروش وفيه مدربين تانين ويتمنوا يمسكوا منتخب مصر ويتمنوا يمرانوا واحد زي محمد صلاح الحقيقة احنا بنعيش مهزلة ادارية في اتحاد الكرة المصري منعكسة على الوسط الكرة والكل كله ما باستسنيش حد لسه وانا داخل للسود دلوقتي شفت بيان عملاه اللجنة اللي هي بتبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية اسمع كده والفساد بوزارة الشباب والرياض اهو البيانة اهو بشأن ما اسير عبر وصالة الاعلام طبق بيان طويل جدا فانا حاول اختصر يعني ده لسه طالع دلوقتي طازة طالع من الفرن ده القصة اللي الاهلي التهم فيها اتحاد الكرة انه اخفى الخطابات وانه هو السبب الرئيسي فعدم ارسال للاتحاد الافريقي في المواعيد المحددة والمقررة ان مصر اتنظم الفاينل عشان كده راح المغرب عشان كده القصة الكبيرة اللي حصلت والاهلي بسببها او بنسبة 90% من اللي حصل قال لي خسر كاس افراقي قادي اللاجنة ورأي راجلة الوزارة اللي النهاردة اتحاد الكرة ما اتكلمش فيها كنت منتظر الكابتر حازم يتكلم عن عدم وقوف الاتحاد جنب النادي الاهلي في الموقف ده او على الاقل يقول اذا كانت اذا ما اعترفنا بالاخطاء في كيروش والخطأ في تعيين ايهاب جلال والخطأ في الحكام والخطأ هنجيب خبير اجنبري الحكام والخطأ في رحيل فنجدة والخطأ في المنتخب الأوليمبي كل الاخطاء يعني كل حاجة في اتحاد الكرة كانت غلط وكل حاجة في الاتحاد الكرة ناس اعترفت بالخطأ كمان ده خطأ ما تكلمش اتحاد الكرة عن هذه الاخطاء النهائي الخاصة بالنادي الاهلي ولا نادي الزمالك في الجواب اللي راح برضه لاتحاد الكرة في شهر مارس اللي فات وقال ان الاندية اللي لن تقوم بانهاء ازمتها والمستحقات المتأخرة مع اللاعبين لن تحصل على ترخيصها المشاركة في دور ابطال افريقيا القادم واشتكى نادي الزمالك من غياب هذا الخطاب وبدأ نادي الزمالك بسرعة يسوي مستحقات لعبة المتأخرات اللي هي مشاكلة مع الفيفا او هنا او هنا عشان يقدر يشارك في دور ابطال افريقيا سيبك منك تختلف مع دارة الزمالك سيبك انك تختلف انهما ماشوا لعيب وفلوس وبنالتز وان دي كانت فيه فوضى ادارية وكل ده نقعد نتكلم فيه لوحده لكن في الاخر من يستطيع ان يتحمل مسئولات نادي بحجم الزمالك ما يشاركش بدور ابطال افريقيا عشان فيه جواب جيه اتحاد الكورة في شهر مارس ما ظهرش غير في شهر يونيو من يتحمل خسارة الاهلي لدور ابطال افريقيا وكان ممكن يكسبها المرة الثالثة عالتوالي ويشارك في كاس العالم للمرة الثالثة عالتوالي عشان خاطر اتحاد الكورة لم يقدر اهمية استضافة هذه المباراة ولم يبلغ وزارة الشباب ناقص تنظم بطولات في البل يعني النهج الرئيسي لوزارة الشباب والرياضة في التلات اربع سنين الاخيرة تنظيم اكبر قدر ممكن من البطولات الدولية والعالمية في مختلف اللعبات جماهرية وجير جماهرية في مصر لاهداف كثيرة جدا اهداف رياضية واهداف تنظمية واهداف سياحية واهداف كثيرة جدا وتبقى مصر قبلة لتنظيم البطولات الرياضية فتيجي بقى على الماتش اللي هو حيحظى باهتمام العالم كله لان ده نهائي اكبر بطولة افريقية للاندية بيشارك فيها النادي القرن الافريقي اللي هو بينتمي ليك النادي بحجم النادي الاهلي هو ما تركزش في الموضوع فاقولكو وده اللي قاله يعني الكابتر الخطيب حتى اشتكى منه في المؤتمر بتاعه وانا قبل كده قلت ان النادي الاهلي يعني انا كنت عايز اخد خطوات اعلى واكبر من اختزالها في ولد العطار لان في الاخر ولد العطار يمشي يعني يمشي ما عندناش مشكلة وتقالي النهاردة حتى ان يمشي وتروح اسماء زي ممدوح الششتاوي ان يجو يدير اتحاد الكرة وكلام ده تقال في وجود الساد الوزير كلام كتير تقال في القادة اللي حصلت النهاردة على القصة دي وممكن في الفترة الجاية هيحصل اكشن في القصة دي ولكن انا قلت ان الاهلي عليه انه ينظم مؤتمر ضخم ودي انا طرح بطرحه من خلال بوكس تو بوكس لكابتن محمود الخطيب وللنادي الاهلي ان عظمة الاهلي وقيمة الاهلي ان يدعو رؤساء اكبر الاندية الافريقية اللي مؤتمر هنا في القاهرة ويدعى ليه كاف المشكلة يعني ويبقى برعاية وزارة الشراب والرياض ونقعد على الترابيزة كلنا الاندية الافريقية الكبيرة وتقول مشاكلها وازمتها من اول التحكيم والتنظيم والاحساس بعدم الشفافية والاحساس بالمجملات والملعب وكل الازمات دي ونفتح ويبقى الاهلي هو اللي بيقود المسيرة دي المانع يعني ده انا كان تصوري النادي الاهلي كده اللجنة عملت التقرير هو بتاعت وزارة الشباب والرياضة حيث طلعت الوزارة هذه الاحادات عن كثب وما اثرته في الشرع المصري من جدل كبير حول مدى حقية الاتحاد المصري كرة القدم في تنظيم نهائي بطول الدوري ابطال افريقيا وبيان مدى حقية النادي الاهلي المصري في طلب عقل المباراة واستضافة يعني المباراة انها داخل جمهورية المصري العربية اسوى بما قامت به دولة الفريق المنافس اللي هو الرجاء المغرب يعني بقى الوداد عفوا من المغرب دولة الفريق المنافس بقى استضافة المباراة على ارضها الامر الذي اخلى مدى تكافؤ الفرص فهذا الاطارة في دول اختصاص المخاول لوزارة الشاب والرياضة وفق احكام الدستور وقانون الرياضة الرخمعة تسابيلي سنة 17 عند روت قيمة نطلع شوية يا جماعة وحيث لان اللجنة بشرت اعمالها وانتقلت الى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الاهلي الرياضة المدنية وطلعت كافة المكتبات الرسمية والالكترونية الصادرة والواردة فضلا عن القيام ببعض التساؤلات والاستفسارات الرسمية لكل او حيث انتهت اللجنة اخزا مما واسعته الاوراق بعد بحث الامر من كافة جوانب لنتيجة مؤدها الايتي اولا بص بقى لم يتم ارسال ثمة مكتبات قبل يوم 28-22 وده يوم الغلق ده يوم غلق الباب للاستضافة ويوم الاخير للتقدم بطلب الاتحاد الافريقي الكاف لتنزيم النهاية بطول الدور الاندية ابطال افريقيا ماشي ثانيا عدم قيام الاتحاد المصري للكرة القدم بتقديم ملف الاستضافة المباراة النهائية وان كان هذا من حق الاتحاد انه يعتجه للاستضافة يعني هو من حق انه يقولك مش هستضيف مش الا ان هذا الامر يجد حد عند المصلحة العليا للبلاد في استضافة وتنزيم البطولات المختلفة في ضق البنية التحتها الرياضية الموجودة حاليا والتي تقاية للدولة المصريية لإستضافة العديد من البطولات العالمية وقرية في اللعبات المختلفة طبعا انا كنت حدت جملة ان فيه برضو من ضمن المصلحة العليا ان عندك نادي بينافس بقوة والنادي الاهل وكان قابله نادي الزمالك وعلى فكرة اليوم اللي تقافل فيه الباب بلوعة 28 اتنين ما كانش الزمالك خارج راسمي من بطولة دورة ابطال الافريق يعني كان ممكن الزمالك برضو يوصل للمراحل الاخيرة في هذه المسابقة الاتحاد المصر لكرة القدم سلسا وبالرغم من ورود رسال البريدر الالكتروني الايميلات من الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتاريخ 19-1 لبيان مدى رغبته في تنزيم نهاية هذه البطولة لم يقم بعرض هذا الامر على مجلس ادارته بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 15-22 و21-2 وللاجنة حطت التاريخين دول لان التاريخين دول يسبقوا اليوم الاخير اللي هو 28 فبراير فقال لك ان كان فيه جلستين قبل 28 فبراير احنا جالنا العرض يوم 19-1 واخر يوم للتقديم 28-2 طب كان فيه جلستين 15-21-2 ما تعرضوش في الجلستين ده وفق محاضر الجلستين وقبل انتهاء الموعيد المحدد للرد على اتحاد الافريقي حيث قاموا بعرض القطابات المنوة عنوى الخاصة باستطلاع رأيه في استضافة لها البطولة على مجلس الادارة بتاريخ 10-4 يعني بدأ اتحاد الكورة بعد ما الاهلي اصار الموضوع بدأ يحس بالازمة فبدأ يشتغل يوم 10-4 قال لك اللجنة وبعد فوات الموعيد المقررة الامر الذي تنعقد معه المسئولية الفنية قبل الاتحاد المصري في هذا الشأن تجاه كل من النادي الاهلي والجمال وما الاتحاد المصري وحيث انه بتاريخ 14-4 خاطب الاتحاد المصري وصالت شباب رياضة ولم يتناول هذا الخطاب من قريب او بعيد طلب تنظيم بطولة دور الانجل اللي هو الفاينل يعني وان ما تم المخاطبة به فقط هو طلب الموافق على استضافة البطولات الاتية نهاية كونفدرالية كاس أمم أفريقيا 23 سنة كميلوا يا جماعة 23 سنة كاس أمم أفريقيا الصلاة الشطائية النسائية طبعا كل الكلام ده اهم من الاهلي يلعب في مصر يعني اقتصاديف كرة الصلاة 24 او الشطائية 24 او النسائية 24 اهم كتير جدا من نحن نصاديف المبرانة نهاية بتاع الدورة أفريقيا بالنسبة لي الابتحاد بتاع السيد جمال علام النادي الآلي وبتاريخ 10-5 وفور علمه بهذا الامر بدر بمخاطبة الاتحاد المصري لأعمال شؤونه والعمل على تدرك الامر بالتنصيق مع الاتحاد الافريقيا لكن دون جد وذلك لكون المواعيد المحددة لذلك كانت قد انقضت بمدة قد قاربت على شهرين كان خلاص الباب تقفل بقاله شهرين الآل المعارف الكلام ده بدأ يخاطب لقى الكلام وحيث انه وفي هذا المقام وبنان على ما سبق فان اللجنة توضح الات انه بشأن ما يصار انه كان يتعاني على وزارة الشباب ورياضة ان تقوم باتخاذ اجراء من اجراءات صحب الثقة من الاتحاد او اي اجراء طبعا ما تقدرش الوزارة تعمل كده فان زلك الامر يعدي من الشأن الداخلي للاتحاد وده كلام سليم ده شأن داخلي في الاتحاد وصير على وجود مديونية على الاتحاد المصري لكرة القدم بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه فقد تم تشكيل لجنة مالية فرعية لإعداد تقارير حول هذا الامر والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم قانونا في دوق قانون الرياضة رقم كذا لسنة كذا ولاي حلمالية الموحدة لهيئة الرياضة رقم كذا لسنة كذا في باقي يا جماعة ولا خلاص كده وتخلص اللجنة الى القاتي وبناءا عليه المسؤول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهاية دورة أبطال إفريقيا والاتحاد المصري لكرة القدم قادي الإدانة قادي إيه؟ الإدانة رسمي التوصيات توسي اللجنة أنا توصيات أنا مش هشوفها قوية لأن اتحاد الكرة لم يستطيع أنه هو يوصو توصيات قوية لأنه ده مش شأنه ولا صلاحياته لكن أهم سطرين في كل الهاري اللي احنا عدين نقوله ده هم التلت توصي ردول أن المسؤول عن عدم الاستضافة استضافة مصر النهاية والاتحاد المصري لكرة القدم توصي اللجنة بالآت قيام الاتحاد المصري وقبل انطلاق منافسات المصري المقبل بوضع آليات بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في استضافة البطلات على أرض مصر أو الحضور الجماهيري أو كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه كافة المؤسسات وضرورة قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في بطلات القرية قبل انطلاق منافساتها بالتشاور بشأن كافة المتطلبات وضع آليات الإدارية داخل أروقت الاتحاد لكورة القدم التي تضمن الشفافية والسرعة ودقة العرض مراعاة كذا 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 وصل الاتحاد المصري بشأن الرغبة في الاستضافة فور السلام هالضوابط والاشتراطات خلاص يعني طب لما الوزارة أوسط بأن اتحاد الكورة يحط آليات بالتنسيق مع الأندية معناها اتحاد الكورة بينسأش مع الأندية مع النسبة اتحاد الكورة المصري اللي بتقع تحت مظلته الأندية طب بيناسأش مع الأندية الوزارة طلبة ان يحط آليات إدارية سليمة يعني ما عندوش آليات إدارية سليمة الوزارة بتقول انه هو ضرورة ان هي يقوم بالتنسيق مع الأندية في المنافسات اللي خاصة بالبطولات القرية ولا يعني ان فيش تنسيق في البطولات القرية ولا استضافة البطولات ولا الحضور الجميع ولا اي حاجة طب التحادة بيعمل ايه؟ لما ما فيش آلية إدارية لما ما فيش تنسيق مع الأندية لما ما فيش تنظيم مصابقات دولية بالتنصيق مع الان ده لها لما ما فيش تحكيم سليم وبنجيب خبير اجنبي لما بنمشي مدرب ونقعد نندب ونعاية ونقول غلط ان احنا ماشيناه لما ماشينا مدير فني اتحاد في انجادة ورجعنا اقول ده الراجل كان شغاله زال فل لما ماشينا مدير فني بتاع المنتخب الوليمبي قولنا يا انها ريسود مش لقين مدرب يمسك لما جبنا مدير فني محلي قولنا يا انها ريسود احنا غرقنا ولازم نصلح لما كل ده طب الناس دي بتعمل ايه طب اغفر لها ازاي يعني يعني اسق فيها ازاي يعني الناس دي ابلعها ازاي اخطبها بمنطق وعقل ازاي طب لما يتكلموا اسمعهم ازاي طب الناس دي لما تدير اسق فيهم ازاي طب الناس دي لما اقول انا عايزة كرة المصرية تروح حتة تانية لدرجة ان احنا عندنا امل نروح كسل عالم العشرين تلاتين ننظامه مع السعودية وده الكلام اللي بيتقال مع الاتحاد ده ازاي بالله عليكم ازاي فهل الناس دي بقى جديرة بادارة كرة القدم المصرية الجملة اللي قال لحزم المام النهاردة ان كرة القدم المصرية قيمتها عالية جدا جدا والعالم بصص لنا بعين غير اللي احنا بصنا النفسنا معها مليار في المية بس على فكرة مش العالم هو اللي بصص صح احنا اللي بصين صح يا حزم يعني العالم بصص لنا اللي احنا جمدين جدا هم غلطانين في البصة دي لان احنا مش جمدين جدا انا مخواخين او انا مفيش حاجة قال احنا بيد يا وارد احنا بيبات بصيني احنا اللي بصين صح لما نقوله احنا بيض يبقى احنا اللي بصين صح مش العالم اللي بصص صح العالم بصص على هستري ومكانة مصر وبطولات مصر وتاريخ مصر وقيمة لعيمة مصر لكن تيجي الناس لشوف احنا بالنظم بطولات ازاي والتحكيم عندنا شكله ايه والفر عندنا عامل ازاي واختيار المدربين عامل ازاي وتصريحات رئيس الاتحاد عاملة ازاي اللي اللي جبنا مدير فنس اللي جبت الراجل قلت له ما فيش دولارات يان هارسه طبحته ها بجلال بسرعة يبقى العالم اللي بصص صح هلين البصة الكبيرة دي والليها البصة الحقيقية اللي احنا شايفينها احنا مش منيجلت زيت لكن دي الحقيق ده كل شيء في اتحاد الكورا النهاردة حازم امام اعتذر عليه بلا استثناء بلا استثناء كل ما يعمل فيه ويخش تحت اقدارته اتحاد الكورا النهاردة حازم امام تلاقي اعتذر زي الرجل اللي في البيت انا اسف يو فندم يا حبيبتي ما جيبتش أكل انا اسف لانا ما جيبتش عفش ما جيبتش قدة نوم نينام عليها انا اسف لانا ما جيبتش الشق انا اسف لانا ما عملتش الفرح انا اسف ان انا ما常ا ما بجيبتش الليعل مدارس انا ما انت بتعمل ايه يا أخوي يا مش يعني انت شغال بوروروم مش بقول لكم سمعين ياسين بوروروم اتحاد البوروروم والله يا العظيم انا بسمع تصرحات بوروروم ومش بتاري انما دي الحقيقة ولو قصية الحقيقة انتو اتحاد بوروروم ولو شايفين غير كده بتحكوا عن نفسكم وزدين يا شايفانا غير كده مش فاهمين لكنه انت اتحاد بوروروم ومين يا حاسب بقى لكل الكلام ده طب الوزارة طلعت قالت كل الكلام ده والاتحاد المسؤول عن الازمة اللي وقفة النادي الاهل طب مين يدفع تمن ان الاهل يخسر نهائي دورة ابطال افريقيا مين هيدفع تمن ده مين هيدفع تمن ان كيروش مشي والنهاب جلال جه ومشي نا مين هيدفع تمن ان في انجادة مشي وهنجيب مدير فني اجنبي اغلى مين هيدفع تمن ان شاوي جريب مشي وكان فيه استخرار في المنتخب الولمبي فهنجيب مدير فني اجنبي اغلى مين هيدفع تمن التحكيم اللي منهار مين هيدفع تمن البطولات اللي منهار مين هيدفع تمن كل الكلام ده مين وليد العطار هنعندنا ضحايتين دلوقتي كان مهم ان احنا نحطهم في الصورة قدام الرأي العام ضحاية فنية لو كابتن يهاب جلال خلاص هو ده الضحايا الفنية بتاعتنا هو اللي عايشين الليلة وهياخد ثلاث شهور شرط جزائي ولا بتاعي خده اتنين تلاتة مليون جنيه والرجل خلاص راح امريكا وهتحول الفلوس على البنك والنبقى كابتن نبقى في الموضوع ده ولو تسمح ما تتكلمش فيه وحنبعط لك الشرط الجزائي قاله كده اللي وكيل بتاعه تامر النحاس عشان تكونوا عارفين يعني والضحايا الإدارية وليد العطار مع ان انا شايف انه ملوش زمن انا لو عندي مدير بيخفى عني اقوى اقوى ده راجل المؤاخزة يعني ايه ضعيف مش عايز اقول لفز تانية اقوى الراجل بيقول لي وانا بقول لي يا عم باسسيب دلوقتي تركن تجعش دماغي بقى معقول اتحاد الكورة النقب بتاعه خالد الدرندالي امين صندوق النادي الاهلي لغاية السنة اللي فاتت وفي محمد بركات احد النجوم التاريخيين للنادي الاهلي ومش عارفين ان في جواب كان جاي ويصب في مصلحة الاهلي وما راجعوش وما شافوش وما عملوش وما اشتغلوش ومحدد ده الجدار في الجدار ده جدار الاهلي ده راجل ده انت لو عملت كنا زمان في القوض بنجيب كده هوت صفحتين سلام ونفضين بحبل ونقعد نكلم بعض في القوض ده انت لو عملته حبل سعد شلب النحيا دي وولدي العطار النحيا ده وكلمه بعض بصفحتين السلام وانا حيقول له انا جاي لجواب اعمل فيه ايه يا راجل ايه ده يا راجل بتكلمه بجد والله العظيم ده انا بهد الموضوع ده كله الفنان القدير الجميل اللي انا بحبه جدا واحد من اتنين يعملوا فيلم محمد سعد اللمبي ده احدث افلام اللمبي وشخصية اللمبي في التحدي الكرة معروفة اوهاني رمزي كان بيقول عايز اعمل جزء تاني من فيلم غابي منه فيه كان هو بيقول كده واسمعت بيقول كده واندي من الافلام المحببة جدا اللي شفتها 600 مرة اللي بيحصل ده بجد ده حاجة تفوق الخيال بالزامة ده طريقة ادارة الكرة المصرية بقى انت عندك واحد من اهم تلات لعبين في العالم في العالم والناس دي اللي بتديره طبعا في حابل داخل في النابل غصب عني يعني نفسه استسنى حازم امامه ونفسه استسنى بركات مش عارف لانهما في الاخر جوه للتحاد بس الاتنين كانوا رافضين كل المازالة اللي بتحصل دي من وقت ما قالوا لأ من الاول خالص بيحاولوا يردون باي شكل دلوقتي وبتحيل عليهم دلوقتي ودهم كل حاجة دلوقتي وحطونهم في الصورة دلوقتي وبيشيلون من الى دلوقتي قالك يمكن نجوميتهم تشفع عند الرأي العام ده فكير خبيس شوية ده اتحاد يدير كرة القدم المصرية باهليها بزمالكها باسماعيلها براميزها بمحلات بكل الاندية الكبيرة العظيمة باللعيبة دي بالشغل ده بالتاريخ ده كل اقدم اتحاد واقدم بطولاته واكتر نادي بحقق بطولاته واكتر دول عاملة بطولاته كاسعالم ثلاث مرات وافضل لعيب في العالم معقول دي مهزلة ما بعدها مهزلة خلونا نطلع نتابع التقرير ده من قلب اتحاد كرة القدم نرصد اللي حصل النهارده في المؤتمر الصحفي لحزم امام بعدها فاصل وبعدين نشوف تقرير عن رحيل الكابتن ايهاب جلال الرحيل والمسكن حبايا كده مسكن ونصل عدت ثلاث اسابيع اللي فاتوا ربنا انا عم عليها الحمد لله بالشفاء بس خدت كمية مسكنات غير طبعية زي المسكن اللي بيصدرهولنا كده اتحاد الكورة بالنسبة للكابتن ايهاب جلال واللي هيصدرهولنا الفترة جاء بالنسبة لي وليد العطار اللي ممكن يمشوه خلال الايام القادمة بعد اجتماع اتحاد الكورة مع اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في جلسة دامت لاربع ساعات اعترف خلالها مجلس الجبالاية باتخاذه قرارات خاطئة خلال الفترة الماضية ويعمل على تصحيحها خلال الفترة المقبلة بعدها خرج المجلس بعدة قرارات ومنها الاستعانة بالاجانب في تطوير الكورة المصرية دون اعلان اسماء رسمية وستعلن لاحقا بعد اتمام التعاقدات عادنا يمكن مع اسالة الوزير النهاردة كان فكرته اهم حاجة بالنسبة له احنا هنعمل ايه هنعالج ازاي الخطأ اللي فات او النتائج لان النتائج احنا احنا اكيد احنا احنا احدش يخطأ اكيد احنا عايزين اكيد كل ناس عايز تكسب كل ناس عايز ترتاح لكن بيبقى فيه كرارات الساعات ممكن تؤدي الى النتائج مش مربوة كابتن إيهاب جلال كل الاحترام والتقدير له رجل محترم جدا شخصية محترمة جدا ساعات الظروف بتبقى أصعب منك شوية النتائج بتبقى أصعب منك شوية فطبعا احنا بنوجه له كل الشكر التوجه ان احنا في مدير فني أجنبي هننشتغل عليها بنشتغل في بعض السجهات وبعض الأسامي المطروحة قدامنا احنا هنشتغل على مدير فني للاتحاد أجنبي نتكلم مع ناس وخلاص اتخارينا على بعض الأسامي ناس مشغلة في حتات كويسة جدا في أوروبا عندها نشتغل في الستراتيجيز وفي السكاوتينج وفي التالنت وكل حاجة هنجيب برضو المدير المنتخب الأوليمبي هيبقى ورجل الأجنبي برضو فإحنا ماشينا على فكرة ان احنا نجيب حد يساعد ويتطورنا في الحتة دي النهاردة انا شايف ان هي كرارات فنية وليس إدارية ننتظر النهاردة كرارات الإدارية في منتخب مصر وده طبعا حاجة كبيرة مش حاجة قليلة فإحنا عايزين نعرف الكرارات الإدارية هل هيتم اتخاذها خلال الفترة الجاية ولا لأ تانية حاجة كرارات الفنية دي لسه مشوفناش أسامي يعني احنا معرفناش النهاردة أسامي النهاردة انت قالت النهاردة رحيل إهاب جلال وما فيش مين البديل ليه وده هيبقى على المدار الفترة الجاية منتخب مصر مش محتاج مدير فني يستنى لآخر لحظة عشان نعلم عنه مؤتمر بلح وقاسف ان اقول ان احنا مفيش فائدة وهنفضل زي ما احنا كده طول عمرنا انا طرحت سؤالة على الكابتن حزيمان في المؤتمر الصحفي كلمته على المنظومة الاحتراف الخارجي مصر فيلم الاحتراف الخارجي كخيالي لما يبقى فيه عندك بلد فيها 103 أو 104 مليون نسمة ما عندكش غير 5 أو 6 محترفين لما تجي تلعب غينيا في الجولة الأولى من أم أفريقيا تجد المنتخب عنده 23 محترف وكسبناهم ببركة دعا الوالدين من غير كورة من غير ما نلعب وهنفضل نعانف إقالة إهاب جلال والاستعانة بالأجانب في تدريب المنتخبات وتطوير التحكيم كانت خارطة طريقة الجبلاية نحو تصحيح المصار إيمان حفني بوكس تو بوكس إي تي سي كابتن إهاب جلال كل الاحترام والتقدير لي رجل محترم جدا شخصية محترمة جدا ساعات الظروف بتبقى أصعب منك شوية النتائج بتبقى أصعب منك شوية فطبعا نحن نوجه له كل الشكر على الفترة اللي عادها طبعا فترة بسيطة جدا لكن يعني لدينا أنه هو مش موفق بشكل أو بآخر فطبعا نتوجيه الشكر لكابتن إهاب على فترته ونتمدنه التوفيين إن شاء الله وهو واحد من أفضل المدربين لكن إذا ساعات الكورة بيبقى ظلمة شوي فبنشكره على الفترة اللي فاتت وده يخلينا أننا نفتح السكة للتفاوض مع مدير فني أجنبي الفترة القادمة ده هو التوجه بتاعنا هيبقى التوجه إن إحنا فيه مدير فني أجنبي ونشتغل عليها بنشتغل في بعض السجهات وبعض الأسامي اللي مطروحة قدامنا على الفكرة عايز أقول لكم حاجة منتخب مصر كبير جدا جدا أنا بجيلي أسامي كل يوم ناس كبيرة جدا وناس عايزة تشتغل في مصر وعايزة تبقى مداربة منتخب مصر فإسم مصر كبير جدا وجاذب لناس كتيرة جدا 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 وده إن شاء الله نحاول إن إحنا نجيب حد يبقى قادر إن هو يكمل ويشتغل على اللي إحنا عملناها الفترة اللي فاتت أو يعني من بطوط أفرقيا والتصويرات كاسعالة فده اللي مشتغل عليها برضو من خلال التطوير اللي إحنا عايزين نعمل فيه إن شاء الله إحنا هنشتغل على مدير فني للاتحاد أجنبي بنتكلم مع ناس وخلاص تخارين على بعض الأسامي ناس مشغلة في حتات كويسة جدا في أوروبا عندها نشتغل في الستراتيجيز وفي السكاوتينج وفي التالنت وكل حاجة هيبقى ما ده اللي هنشتغل عليه الفترة الجاية وده مهم جدا جدا ناس كلها بتتكلم دايما على التطوير إحنا هدفنا إن إحنا نطور كورا المصرية البوزيشن ده تحديدا مهم جدا جدا أنا بقى ليه ومن بتكلم مع ناس في الحتة دي من بره وبسمع يعني الناس كتير بيعملوا إيه وهيعملوا إيه فإن شاء الله هنجيب حد كويس جدا بإذن الله عنده سوفي قوي جدا بيشتغل فانده يجبير جدا في أوروبا هيكون هو إن شاء الله المعنوط لي إن هو يكون موجود كمدير فني للاتحاد الكورا إن هو يبتدي على قاعدة الناشئين إن هو يبتدي على المدربين والشهادات والرخص للمدربين وإزاي فكرة الربط ما بين المدرب الأكاديمي اللي طالع من كلية التربية الراضية والمدرب اللي بيشتغل في الفيلد إن كان لعيب كورا سابق زي مثلا أو زي أحد وإزاي خلي الناس دي تخش ده الفيلد بسرعة وإزاي تستفيد منه المسابقات والقطاعات والحاجات دي كلها الرخص إحنا بقلنا أربع سنين ما فيش حد بياخد رخصة في مصر لأن الرخص وقفة الرخص المدربين برضو دي من الحاجات اللي إحنا من الأولويات إن إحنا هنرجع الرخص بشكل كدير جدا للسوق المصري أو يعني رياض السوق رياض المصري إن المدربين محرومين فيه مدربين كتير جدا حضار الكورا أكيد متابعين يعني عايزين ياخدوا رخصة عايزين يشتغلوا فإن شاء الله هنشتغل على الحتة دي إن إحنا نرجعها ثاني الناس عندها تاخد سي وتاخد بي لأن إحنا بعد كده هنربط فكرة المدرب في الدرجة الأولى المصرية المدرب الممتازم إن يكون مع على أقل شهادة إيه بس أنا ما أضرش عملها دلوقتي إن إنت قافل شهادات بقالك ربع خمس سنين فمحدش معاش شهادات إيه غير يمكن ناس تعد على صابع اليد كابتن حسن الشهادة كابتن فعو جعفر أعتقد ناس خمسة ستة سبع بس اللي معهم إيه فمصر وكانوا حتى يعني بالاسم جايما من الكاف فإحنا عايزين نشتغل على الحتة دي إن الناس تبقى معاها شهادات وناس تبقى متعلمة برضو المتخب الأوليمبي بعد يمكن بعد المغشين اللي فاتوا السياسة بتاعتنا تغيرت شوية واتجاهتنا تغيرت شوية إن إحنا هنجيب برضو المدير المتخب الأوليمبي هيبقى ورجل الأجنبي برضو فإحنا ماشينا على فكرة إن إحنا نجيب حد يساعد ويتطورنا في الحتة دي الناس تقولك طبعا أنتو كنتو عايزين مصري لأن في حط العقال أو ناس آيات ما فيش فلوس إن شاء الله لأ ما وردنا كويسة جدا إتحاد الكورة المصري إتحاد كبير إتحاد يقدر عندهم ملائة المالية إن شاء الله عندهم من سبونسورز والناس اللي حاوليه كتير جدا مصري كبيرة في كورة القدم والحاجات دي إن شاء الله نتوقفش إن إحنا نحاول نجيب الصح ونحاول نجيب اللي نشتغل عليه بإذن الله إن شاء الله موسيقى 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 أنت عندك دولارات وعندك فلوس عن إيه قالي لأنه ما عنديش دولارات فقلنا خلاص ناقد طرارة جدا عن بديل سلمي مصري موسيقى موسيقى والتحاد قوي والتحاد عندهم ملائة المالية فما ينفعش إن يطلع لقول معناش فلوس فجبنا لأ ممكن معنا فلوس ونجيب مصري عادي موسيقى تمت مقارنات برضو في ناس كتيرة على إن المنتخبات اللي وصلت لأكاس العالم غالبيتهم كلهم كانوا مدربين ووطنيين وده يمكن جزء من بداية إن احنا فكرنا في المنتخب الوطني موسيقى نتوجيه شكرا لكابتن إيهاب على فترته ونتمنى أنه التوفيه إن شاء الله وهو واحد من أفضل المدربين لكن زي ساعات الكورة بيبقى ظلمة شوي فبنشكره على الفترة اللي فاتت وده يخلينا إلا إحنا نفتح السكة لتفاوض مع مدير فن أجنبي الفترة بخضبها موسيقى 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 تصدرت اقالة ايهاب جلال قرارات اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم الخميس اقالة ربما كان الهدف منها امتصاص غضب الشرع الرياضي حتى ولو كانت النتيجة اقصاء مدرب بعد ثلاث مباريات فقط مع المنتخب رحيل ايهاب جلال قد يكون افضل تعبير عن حالة الارتباك التي تعيشها الكرة المصرية وقد يكون عودة لنقطة الصفر وتأسيس منظومة احترافية تنهض بالكرة وتضعها في مكانها الطبيعية اتحاد القرى وان كان نجح في تهديئة الشارع والجماهير الغاضبة من اداء المنتخب لكنه وضع خصما جديدا له في معركته مع الاصلاح وتتمثل في سلاح الوقت بعدما بات مطالبا بحسم مصير المديرين الفنيين للمنتخب الاول والمنتخب الالمبية والجبلايا خلال الشهر الجاري حتى لا تبقى هذه مناصب الحساسة شاغرة لوقت طويل الجماهير المصرية كانت تنتظر قرارا اخر يتمثل في رحيل مجلس ادارة اتحاد الكرة من الاساس برئاسة جمال علام لكن المجلس لم يخضع لهذه الضغوط واختار الاستمرار على الجبهة المعادية لرغبات الشارع الرياضية وتحصن في ذلك بمنح كامل الصلاحيات للسناء حازم امام وبركات في الاختيارات الفنية وجاءت بين سطور بعض التلميحات التي تحمل بصيصا من الامل في اصلاح منظومة الكرة ومنها اختيار خبير اجنبي لتطوير منظومة التحكيم واحترام قرارات اللجنة الوزرية حتى ولو ادانت اسماء بعينها في الاتحاد مثل وليد العطار المدير التنفيذي لكن اهم هذه التلميحات كان التوحيد الادارة الفنية للاتحاد والمنتخبات تحت قيادة مدرسة اجنبية موحدة فهل تنير هذه المؤشرات شعاع ضوء في نفق مظلم؟ عندي حاجتين ايه المتوقع يكون رد فعل النادي الاهلي بعد التقرير او البيان اللي عملته لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد اللي هي خرجت من وزارة الشباب والرياضة اللي صدر من شوية من نص ساعة واللي قدان بوضوح اتحاد الكورة فيه عدم ابلاغ الاهلي او الوزارة او اتخاذ خطوة في تنظيم المبرارة النهائية لدورة ابطال افريق يعني اتحاد الافريق كده اتبرق يعني فوز الاقجع والفيلم اللي احنا عملناه الكبير ده كله طلع مش ده الموضوع ده طلع الخيبة عندنا احنا طب ايه موقف النادي الاهلي تتوقعوا ايه موقف النادي الاهلي عنده مجلس ادارة جمال الكابتن محمود الخطيب يوم السبت عشان يناقش قرار او تقرير الوزارة اللجنة دي هو قال كده مبارح النادي الاهلي وان الكابتن محمود الخطيب دعا الاجتماع عشان كده اللجنة خلصت النهاردة وقزرت البيان بسرعة لان الاهلي كان مستعجل على النتيجة انا عايز السوشيال ميديا عندنا عشان خاطر اتحاد الكرة يقرأ رأي الناس ما احنا في الاخر كرة القدم دي دي لعبة الناس كلها وبتحظى باهتمام الناس كلها من اول بتوع السياسة والاقتصاد والفن وكله لغاية المواطن البسيط خالص بكل الناس دي مهتمية بشأن كرة القدم يعني في اي ماتش نتيجة في اي كرة في اي لعبية تقلق بتلاقي تويتات وشغل واهتمامات من اول يعني في العالم كله من اول رؤساء الدول لغاية ابسط مواطنين انا عايز عالسوشيال ميديا بتاعتنا يحطوا كده على الثاني عايز اعرف رأي الناس كيف سيكون رد فعل النادي الاهلي بعد تقرير لجنة وزارة الشباب في ايدانة اتحاد الكرة مما اصفر عن خسارة الاهلي للقب ما لازم حد يشيل ويشيل حتى قدامك جمهور اصلا انت تشيل كده وانت نام في البيت دي ساعة لخالص يعني عادي يعني يعني زي كنا هنا اعتمد على الاحساس الانساني وبتاع سيبك من ده فيه ناس تقولك عادي يا عم يعني خفطة فطة لحد يموت لكن ده قدام جمهور الاهلي كمان لازم اتحاد الكرة يشيل لان اللجنة قالت ان ده استهتار من الاتحاد وان ما فيش آليات ادارية ده اوسط بكده حط آليات ده حتى الآليات الادارية مش موجودة سيبك بقى من منتخب والأولمبي ومنتخب أولمبي ومدير الاتحاد والتحكيم ونجيب خبير التحكيم وكل ده حمادة ده ابسط حاجة ان الورقة لما تيجي تاخد صادر ووارد وتخش في ساركي كده هوت وتروح على السيد رئيس الاتحاد يأشر عليها السيد المدير العام لاتخاذ اللازم وابلاغ الاندياة المشاركة ده جراء روتين احنا بنعمله في شغلنا على فكرة الاتخاذ اللازم بترجع لمدير الاتحاد يوم مصور صورتين او ثلاث صور لاندياة المشاركة في خمس ثواني يبعت بالفاكسة ولا بالإيميل للنادي الآلي ويبعت لنادي الزمالك انما الناس دي مفيش خالص ده الورقة دخلت المدفن مش الدور مدفن ده واضح الناس ده عندها مدافن المدافن مش بس مدافن الغفير ولا مدافن اكتوبر ولا مدافن لا 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 ده في مدافن جوه الاتحاد في طرب بتخش فيها الحاجات دي في السوشيال ميديا ريت نزلولنا دي عايز اقف رد فعل الجمهور بتاعنا مش رد فعل الرأيه كيف سيكون رد فعل النادي الآهلي عايزين نشوف الآهلي هعمل ايه هل الآهلي مثلا حيطالب بدعوة جماعة عمومية غير عادية لمناقشة هذا الاستهتار اللي كلف النادي خسارة أهم لقب في القرى الافريقية كلها واللي كان ممكن يروح بكاس عالم ويضيف لقب للكرة المصرية أولا وللنادي الآهلي ثانيا تاريخي ويروح كاس عالم ويرفع اسم مصر وياخد برونزير المرة الثالثة عالتوالي في إنجازات غير مسبوقة في التاريخ والجمال العمية تقف قدام مسئولياتها أنا بقول مثلا ولا حيطالب بإقالة مدير الاتحاد مثلا أو استقالة مجلس دارة الاتحاد أنا بقول مثلا أو يسكت ما عرفش بس توقعاتكم كيف سيكون رد فعل النادي الآهلي بعد خسارة اللقب وبعد هذه الإدانة من اللجنة اللي خاصة ببحث الشكاوة وعدم الشفافية والفساد اللي عملتها اتحاد الكوات أحد الصحفين الزمنة صديقي وزميل الأستاذ يوسف شعبان في التقرير اللي كانت عاملاء منحفني من شوية قالك إيه قالك أنا سألت الكابتن حازم السؤال هو احنا الاحتراف الخارجي والاحتراف الخارجي احنا ما عندناش لقابة محترفة بره ده كل دولة بنواجهها بيقول لك تلاتة وعشرين واربعة وعشرين في القايمة كلهم بيلعبوا في أوروبا وقابلنا في كاس أمم كود دي فوار وقابلنا المغرب وقابلنا الكاميرون وقابلنا السنغال كلها فرقة فرقة بتلعب بره مصر يعني لعيبة كلها بتلعب فين احنا الاحتراف الخارجي وانا عايزة أقول له مش هتلاع عند الكابتن حازم إجابة مش لأن حازم مش عارف لا لكن احنا ما عندناش لعيب حيمشي حيمشي ليه هو بياخد عشرين مليون وثلاثين مليون يعني هيروح أوروبا ياخد كم بأداءه الفني اللي موجود أصلا عشرين مليون جنيه وثلاثين مليون جنيه وخمسة وعشرين مليون ده بيورو طرق حامد مرضيش بخمسة وعشرين مليون جنيه انت بتتكلم يعني مليون ومتين تلتمائة ألف دولار مش هيخدهم بره ما مش كل الناس تلعب في ليفربولز يا محمد صلاح يعني اللي هو لما يقول لك ان محمد صلاح اتبرع تامن أكتر لاعب بيتبرع للأمور الإنسانية في التاريخ أو السنة دي في ألفين واثنين وعشرين أو ألفين واثنين وعشرين على مستوى العالم ستة في المائة من صروته مبلغ قد كده لأنه بلعب في ليفربول ويعني في قمة العالم أهو صلاح في المرتبة التامنة بقائمة إنسانية صروت صلاح واحد واربين مليون جنيه سترليني تسعة واربين مليون دولار تبرع بنسبة ستة في المائة من صروته تلاتة مليون دولار لعمال الخيرية اتنين وتسعة من عشر مليون دولار لترميم معهد الأورام في القاهرة وعلى فكرة محدش يعرف حاجة على الكلام ده الكلام ده موجود على فكرة في جرائد العالم اللي احنا بنشكر عليه نجمينة كبير كابتن محمد صلاح وده رقم تمانية في العالم في نجوم العالم تخالد بيكسابه بقى مئات الملايين من الدولارات هو رقم تمانية في التبرع لأهل بلده يعني احنا لما ساد يوماني بيسلم على واحد في السنغال احنا بنجيب ونقول يا سلام على الإنسانية ويا سلام احنا محمد صلاح مسكين وهاري لكن مش كل اللعيبة محمد صلاح هياخد كام في أوروبا 500 ألف دولار 600 ألف دولار وانا برد على يوسف شعبان زميل الصحفي لانه ما عندناش ضبط في السوق فاللعيب حيروح مهند لاشين يلعب ليه برة في الخليج او يلعب برة في أوروبا ليه يعني انا عايز اعرف حد يجيب لي إحصائية بعيد عن النجوم الكبار بعد النادي الرابع او الخامس او السادس في إطالة بياخدوا كام اللعيب انت بتتكلم انت بتتكلم أطلنطا اللي بتلعب في دورة أبطال أوروبا دي أعلى لعيب 3 مليون دولار انت بتتكلم بعد كده مليون ونص ومليون دولار و700 ألف دولار و700 ألف دولار يعني طرق حمد أغلى منهم على فكرة رمضان صبح أغلى منهم ده رمضان صبح حساب إنجلترا وقدر السفلد وستوكسيت وقال لك يعمل لاش وجه على دماغي يا عمي فانا برد على يوسف شعبان بقول لها يوسف طول ما انت بتدير بالطريقة دي طب هتقول لي طب إيه الحل يا شعبان يعني احنا هنقيد هنقول للأندية هنحط لها ساقف ما تدفع شكت وقول لك لأ ده حل لكن هيمشي ممكن ما يمشيش لكن افتح الاحتراف قول كل نادي يجيب أي عدد من المحترفين براحته مثلا أنا بقول مثلا لاتحاد الكورا أنا عارف ما حانش هسمعني أنا عارف إن إحنا في القنوات هما بتعاملوا معنا إن إحنا عاداء ليه؟ لأنك بتنتقد وطبع ما بتنتقد تبقى أنت مش معانا يبقى أنت عاد يعني أنا ممكن أقابل مثلا لأستاذ جمال علام فما يسلمش عليه ممكن أو يد دائم أو يد وشه إنه حتان أو يعمل مش هيفني لأنه هو يعتبر إن إحنا عاداء دبتي وجهة نظر ومنهج تفكير أنا احترمه يعني مفيش مشكلة لكن أنا هقول رأي قول ياخد بياخد قول يرمي في البحر يرمي مفيش مشكلة يعني افتح لكل الاندية تيجيب أي عدد من اللعيبة هاتي يا عم 15 لعيب أجنبي إيه ده؟ طب اللعيبة المصريين تبقى تباوز الدوري؟ أقول لك لأ بس قول يلعب في الملعب خمس أو ست لعيب حد أقصر ما السعودية فيها كده بتوصل كاس عالم كل مرة مش السعودية يا جماعة فيها كده ده انجلترا فيها كده فاللعيب مش هياخد عشرين وثلاثين واربعين مليون جنيه لأنها رأي أجيب من غنيا وارعي أجيب من كونو ده مزنبي لما خد الكونفدرالية ولا وصل فاينال كونفدرالية ولا لعيب كسب لما كسب بيرامدز أنا عايز أعرف كام لعيب كونغولي كان في مزنبي لو الشباب بتوعنا كده في القايمة بتاعت اللي وجهت الفرقة بتاعتنا بيرامدز هتلاقي في الآخر اثنين تلاتة من الكونو قول كده فاللعيب اللي بأخد عشرين مليون وثلاثين مليون هتلاقينا جبنا كان مرتبه تلتمائة ألف دولار على فكرة اللي غات ما يوصل يوصل لسبعمائة دلوقتي بعد ما تقلق سبعمائة ألف دولار لعيب الأليو الزمان ما يبرداش بيه كان جايب تلتمائة ألف دولار في السنة والوادي المشي النيجيري ده اسمه إيه اللي كان وينجي ليفت في الأهلي اسمه إيه النيجيري أجاي أجاي إيه أجاي إيه ده كان بياخد نص بليون دولار اللي كان مكسر الدنيا ده وليد أزارو ده فيه لعيبة بتيجي بتاخد أقل فاللعاب المصري هيمشي ليه يا يوسف أنا بقول الزملاء الصحافين هيمشي ليه بياخد 15 مليون جيني ومبلعبش الباكليفت بتاع فرنسا هيرنندس بياخد كم تاقي هيرنندس بياخد 2 مليون يورو ولا دولار مع الميلان يعني رمضان صبح بياخد زيه هيمشي ليه ويتقام نفسه ليه وأساسي منتخب فرنسا على فترة بطل العالم وبطل أوروبا وبطل كل حاجة وباخد الدوري مع الميلان السنين طب السؤال ما دي أجابت السؤال بس اتحاد الكرة بقى عنده الشخصية القوية اللي قرر كده لا هات يا عم 15 لعيب أجنب هات من ناجيريا هات من غانا هات من كونغو هو أنت ده أنا قريت حاجة كنت بقى تحك قال لك ربطة الأندي عايزة تحط نظام أني ما فيش لعيب يجي لعب في الدور المصري قال لما يكون بيلعب منتخب أول مش يا جماعة في حاجة كده أنا قريتها كده ولا يكون غلطان بيفكروا في كده يعني في مقترح بكده طب ما بيلعب منتخب أول يا أبني وحيروح يلعب في الجلترا ويلعب في ألمانيا يعني لعيب بيلعب منتخب أول غانا أو بيلعب منتخب أول نيجيريا أو بيلعب منتخب أول سنغال أو جزائر أو مغرب أو تونس أو جنوب أفراقيا أو 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 هيجي لعب عندك ليه بقى عمرت إيه ليه ما هيروح يلعب في بلجيكا ولا هولندا ولا بعد كده ألمانيا وفرنسا وانجلترا وأسبانيا مش كده برضه هيجي لك أنت ليه انت هتجيب الصف التاني والتالت ويجي بقى أقل كتير جدا من لعيب المصري يبقى ما عنده غير حل واحد اللعيب المصري يحفر في الرمل وفي اللعب وفي الالتزام وفي الشغل أنا هديد نقول كله وماشا واحدة أصلا الناس بتاخد فلوس قد كده مش عارفين ليه ما فيش غيره هالحجر افتح يا فندم وقل في الملعب خمسة أو ستة أجانب فقط ستة أجانب في الملعب هيبع عندك منتخب محترفين كله الناس هتحترف بره عشان ما هو بيلعب كورة عالفلوس فهيضطر يسافر عشان ياخد فلوس أكتر لأن الفلوس هتقل لأن هاجيب باكلفت من نيجيريا أهم من الباكلفت بتاعه اللي بياخد 15 مليون جنيه ولما يجا جدد له تلاعمل كده هو هو بيجدد له وتلاقي طريق حامد ميشي وساب الزمالك يضرب يقلب ويخبط رأسه في الحيط صح؟ أنا أحط رجلة على رجلة اوه زي اللي عبها بتيجي تجدد بتعمل كده مع الاندية السوفيوتشر عيزني وبراميز عيزني والبنك الأهل عيزني وفارقه عيزني الوقت ده اندية بتدفع بتجوز كتير دلوقتي صح؟ ده مقترح ده مقترح أنا بقوله أنا عارف لم هاتش هيسمع بس اثبت السوق كده بقرارات فعلا مش تقولي أصلا هو احنا الدوري الإنجليزي انت انت هنهرج يا جماعة احنا هنهزر ده احنا مش عارفين ناخد بالنا من جواب جاي من الاتحاد الافريقي عايز تشتغل تقولي في سنة زي الدوري الإنجليزي بلعاب منتخد هيجينك ليه أصلا لعاب المنتخد طب أنا عايز اخد رأيي حد بينتامل الاهلي فمعنا كابتن الكبير كابتن اسامة عرابي مسائل فولا يا كابتن اسامة سأل فولا يا سيد محمد وحمد الله على السلامة ومعلش أنا ما كنتش أعرف يعني فحمد الله على السلامة بلا يا خليك ده تاني يوم ليا بعد ثلاث أسافية خد بالك والله وحشني جدا الحمد لله يعني اختبر من ربنا سبحانه وتعالى ونجانا مننا الحمد لله عجر وعافية ان شاء الله الله يخليك كابتن اسامة مفيش من نص ساعة ولا ساعة اللارابع لجنة بحث الشكاوى الخاصة بوزارة الشباب اللي اسمها خاصة بعدم الشفافية والفساد في وزارة الشباب والرياضة أدانة اتحاد الكرة رسمي فيما يخص الخطابات وتنظيم مصر للفاينال بتاع دوري أبطال إفريقيا اللي تسبب بناء عليه ان المغرب تنظمه واللي تسبب لخسارة الاهلي بسبب 90% من أسباب الخسارة بالنسبة كبيرة جدا ان الاهلي راح لعب على ملعب المنافس في ظل وجود جماهيري ضخم جدا وفي ضغط عصبي وكل كلام اللي احنا تبعناه وقت الفاينال مع الوداد يعني وقضع على النادي الاهلي الفوز باللقب للمرة الثالثة عالتوالي ونروح كاسعالها من الاندية كل كلام اللي حضرتك كنت بتبقى أكيد للقصة دي توقعك ايه رد فعل الاهلي في الموقف دي بعد الإدانة الرسمية لللجنة من نص ساعة الزارة البيان لا انا ما اعرفش رد الفعل هيبقى ايه بس او رأيك طيب رأيك في الإدانة الرسمية لا طبعا يعني شيء لا يعقل ازاي الناس يبقى موجودة عشان صالح الكرة المصرية والنادي الاهلي بيمثل مصر ازاي ده اول الف بيه شغله يا كابتن انه يتكتف مع الاندية يعني من ضمن اهم مهامك كمنظومة انه هيساعد ويسند الاندية مظبوط مظبوط الموضوع بصراحة بقى فيه عشانا تقول عك كتير موضوع بقى غريب جدا والنادي الاهلي طبعا اكيد هيدور على حقه وهيحاول ياخده بكل الطرق والناس اللي هي تسببت في كده انت مصدق اللي بيحصل ده كابتن اسامة يعني لا طبعا ولسه النهاردة موضوع اقالة اه لا واعني ممكن ارجعوا كيروش اللي ماشيناه وبعدين فنجادة ماشي اللي ايه ده كان كويس انا مش فاهم الصراحة اي منطق ده ان انا امشي مدير فني من شهر وهرجعت حالة عليه عشان ييجي طب انا مشيته بناء على ايه وهركعه بناء على ايه واجبت التاني بناء على ايه ومشيته ليه وبعدين جبت ايهاب جلال ايه ولم تقف بجواره عشان تسنده كمدير فني مصري انا مش يعني بعيد عن اه انه في ناس موافقة كان على اختيار الكابتن ايهاب جلال او في ناس مختلفة او احنا بنقول اي حد كان جيه يعني طب تتكلم في رؤية المفترض انت جايبه برؤية مفروض انت جايبه برؤية وده لازم تكون قوي واتدفع عن رؤيتك دي لكن ايه معناه ان انا اجيب مدير فني لمدة اقل تسعة ايام اه لا والاهلي لقى بفاينال يوم تلاتين واستلم الفرق واق يوم واحد يوم تسعة ماطشة اسيوبية قرروا يمشي وبعدين طب ما هو شمعنا ياهاب جلال طب ما هو طبيعي ان كان اي مدير فني ممكن يحصل له كده طب ما هو كروش نفسه في البطولة العربية طب ما هو اتغلبنا كان ماطش وما خدناش حاجة يعني طب ايه ايه المنطق يعني شمعنا شمعنا الاسرار ناخد بالك وتقالك ان ما فيش فلوس فاجبنا مدير فني مصري مش عشان المصري امسب ولا عشان المصري فنيا افضل او عشان في رؤية فنية لا انا بقولك ما فيش حاجة واضحة يا سيد محمد وتخبط غير طبيعي انا انا لسه ماشي واحد وكان في كلام عليه سواء بقى اختلفنا اتفقنا في ناس موافق ان كروش مدارب كويس او او اخفق مثلا او محققش الهدف اللي هو كان جاي عشان ان كاس عالم ايا كان كانت الرؤية ايه انت ماشيته انت ماشيته وجبت مدير فني تاني مفروض مفروض انك انت اتدفع عنه وتقف جنبه وتقويه وتسنده ما هانت كده بقى للموافق بقى هتبقى عامل زي البتاعة ده يريح تكيبك وتوتيك زي ما الناس توتيك وتكيبك زي ما هي عايزة بقى يعني موضوع صراحة غامض وغريب طب انا هطلب منك هطلب منك في كلمتين توصف لي اللي بيحصل وبعد ما رصد لك اللي الاتحاد في الست شهور عمله يعني النهاردة اللاجنة قالت ان في فوضى ادارية يجب ان الاتحاد يتداركها ويلتزم في النواحة الادارية والمكتبات الادارية ان الاتحاد ما بيقومش بدوره في مسندة الاندية وتنظيم البطلات اللي الاندية بتشارك فيها والاتحاد مشى مدير فني زي كيروش ثم بيحاول يستدعيه تاني الاتحاد جاب مدير فني كابتن اهاب جلال وبعدين مشى بعد عشر تيام الاتحاد عنده فوضى على المستوى التحكيم الاتحاد مشى مدير فني المتخب اولمبي كابتن شاوء غريب ودلوقتي بيشحته مدرب محلي محدش موافق وبيشوفه مدير فني اجنبي الاتحاد مشى في انجادة والنهاردة كابتن حزب امام بيقول دي غلط غلطة وان في انجادة كان ما قدي دوره بشكل جيد الاتحاد تنظيم مسابقات على اسوأ ما يكون ما فيش اي التزام توصف بيها كابتن المشد كله يعني دي كل دي فروع اللي مفترض اللي اتعاد مسؤول عنها ما فيش فرع واحد قايم ما هو ده اللي انا بقوله توصف ده بايه يعني ايه الوصف اللي نحط له فوضى فوضى وعدم مسؤولية وتخبط لانه او الف به ادارة لازم يكون في رؤية لازم يكون في تخطيط سليم ولازم اتحمل بعض العواقب المسؤولية وتحمل بعض العواقب المسؤولية اه 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 اسبوعين ثلاثة اربعة اه اه اقول رأي وارجع فيه وابتدي اه اه اقول رأي عكس وابتدي مرة اه مرة اجنبي عشان مفيش اه مطري عشان مفيش فلوس او مش عارف ايه ومرة عشان سوق نتائج ومرة ارجع لما اهزار بقى يا كابت انت اهزار ايه وطبعا ايهاب مدرب واعد ومدرب كويس اه قديله فرصة طب ودي فرصة انت جبت الراجل اه ودي فرصة طب ما عادي جدا طب ما ايه المشكلة اني انا مش بتكلم برضو ان احنا قدينا حلو او وحشان مش ببعيد عن كلا انا فاهم 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 ما في كوريا او اسيوبيا طب ما انت تكررش نفسه لما جيب البطولة العربية ما عكي كتير جدا قبل ما وديت الفرصة ومصبوط والديت الفرصة ومصوط ابريخيا وكاس عالم وشميعنا لقد العافية تبكعوا تاني فانا بصراحة اللي بيعمل كده بقى قبل بقى ما يقول ايهاب يمشي يبقى هم اللي يمشوا يا حاسبوا نفسهم الاول حاسبوا نفسهم هم الاول نظبوط واااااااااااااا ده ابقى ده افضل تعبير والدورة كمان مش منتازمة ازا كان احنا بنلعب اه بنلعب فيه احد بيلعب مصابلت كاس بتاعت السنة اللي فاتت السنة دي يعني نلعب كاس أديم وكاس جديد يعني معقولة في مسابقتين كاس في نصف سنة بنكمل الكاس اللي بات للأسف كابتن هي فوضى هناخد الفيلم الشهير للفنان العظيم الراحل يوسف شهين المخرج الراحل هي فوضى ده عنوان يليك فعلا بشكرك كابتن قسامة عرابي نجم النادي الأهلي اللي أسبق على رأيك وفعلا هي فوضى يعني الناس كلها شايفة فوضى احنا عايشين في عصر من الفوضى خلونا أقول لكم بسرعة قبل ما استقبل الكابتن أحمد عيد عبد الملك لأن احنا عندنا بقى كلام كتير على القصة دي وعندنا كلام كتير على مضارة القمة يوم الحد اللي جاي وعندنا تقارير وعندنا شغل كتير جدا الكابتن على فكرة كان فيه ترشحات إن ممكن الكابتن ساعد عبد الحفيز ما يكملش لأنه دي الأهلي الكابتن خطيب قفل الكلام ده نهائي يعني مين هتوقت ممكن يجيب محمد فاضل كابتن خطيب قفل بس القصة دي عشان الفترة الجاية هتبتدوا تسمعوا هنا أو هنا كلام خاص بالشأن ده لا كابتن الخطيب قفل تماما الباب على هذا المقترح حد اقترح كده قفل تماما إن كابتن ساعد عبد الحفيز يستكمل مهميته مع النادي في الموسم القادم كابتن سامى قمصان قعد مع اللعيبة بتاعته وشكرهم وقال له من الوقت الشدائد بتظهر المعادن وانتوا فعلا بعد الخسارة افراقيا كنت على قد الموقف وبعد الميش الموسماني وعملتوا ماتش كويس وبدأ يجيب ويطلب منهم إن يشتغلوا على مباراة القمة ويركزوا فاق جدا وجاب ماتشات للزمالك جاب أربع خمس ماتشات الأخيرة لنادي الزمالك وبيرجحها وبيتابعها مع الناس بتاعته اللي هم المحللين الأداء والجهاز المعاون بتاعته محمد شرف وعمر رشدي جاب الزمالك قدام طرع الجيش وإنبي والإسماعيلي أو ماتشين الكاس حتى قدام أسوان والدخلية عشان يحدد مواطن القوة والضعف كابتل سعد عبد الحفيز حذر بدر بنون الجمهور في آخر ماتش هاجم بدر بنون وقال له يا بدر بص العالم علول طبعا بدر بنون راح ندخل قط اللبس هنى الوداد بعد ما كسب الأقل في النهاء وده يعني كنا نقول ده ما شقد بدر بنون مغربي وده في اطار الروح الرياضية مقبول لك إنه الجمهور زم عليش وقف المباراة اللي فاتت كابتل سعد قال له تقفل خالص ولا ترد على سوشال ميديا ولا كأنك سمعت أي حاجة الجمهور قال يقول له هو عايزه ما فيش مشكلة خالص يعني في القصة دي على فكرة بيتقال إن في وفد خد بالك من نادي الاتفاق السعودي عرفنا موجود في أحد الفنادق اللي موجودة عن نيل حاليا نادي الاتفاق السعودي وعملين اجتماعات أو سلسلة من الاجتماعات المباشرة مع الوكيل بتاع أشرف بن شرقي لعب نادي الزمالك اللي عقده حينتهي رسميا مع نادي الزمالك النهاردة هو 16 بعد 14 يوم موجود دلوقتي في أحد الفنادق اللي موجودة عن نيل والزمالك بحلقات آخر لحظة رفع حتى عرضه الأشرف بن شرقي 300 ألف دولار وأنا بقول لكم أشرف بن شرقي العب مهم جدا 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 للزمالك وأنا بقول لكم المصادر مطلعة في النادي الأهلي نفسهم يجبوه بس الرقم عالي هم عايزين حطين سقف إذا طلبوا أشرف بن شرقي عالي ومستغربين جدا للزمالك ما حسمش القصة دي لغاية دلوقتي إنما الوافد السعودي موجود حاليا في مصر وبيحاولوا إن هم يتفقوا ويخلصوا مع أشرف بن شرقي الزمالك عنده أزمة مطشق قمة طبعا محمود علاء غايب طرق حامد غايب في نص الملعب والباكرايت مش موجود يعني الراجل مش موجود حازم إمام مصاب كمان مش موجود حمزة المسلوسي مش موجود محمود علاء في فاسر ديباك مع حمد عبدالغانة راجع من إصابة أحمد فتوح راجع من إصابة فيه غيابات كتيرة جدا في نادي الزمالك على فكرة القصة بتاعة أنس أسامة لعب السلة اللي راحلت حاد سكندار عاملة مشكلة حتى في الصفقة للزمالك كان عايز يخلصها مع شام صلاح الباكرايت بتاع الحاد سكنداري من العيبين المميزين الواعدين في الفترة الجاية والزمالك عنده الحتة دي فاضية حمزة المسلوسي وحزم إمام وكلام ده يعني إحنا حاسيني إن زمالك محتاج باكرايت وكان الكلام رايح لشام صلاح الآلي دخل في الصفقة وبيتقال إن الآلي هيخلصها بـ 12 مليون جنيه زائد إعارة لمحمود متولي ولعب أو اتنين كمان بالإضافة لمحمود متولي إلى نادي الاتحاد السكنداري نادي الزمالك هيجهز رد عنيف جدا على طارق حامد الغائب عن النادي أكتر من شهر خلال الفترة اللي فاتت النادي بناميز دخل في صراع أيضا على مهاجم نادي سموح عبد الكريم الوادي المهاجم المغربي الزمالك كان دخل في الموضوع بناميز عرض مليون دولار على اللاعب في الموسم احنا معانا استفتاء اهو دي صفحتنا على الفيسبوك اي تي سي تي في تخش على الفيسبوك تكتب اي تي سي تي في هيطلع لك البيتش بتاعتنا كمشجع أهلاوي ماذا تتوقع أن يكون رد فعل الأهلي أو مجلس إزارة الأهلي لإدانة اتحاد الكرة رسمية في أزمة استضافة نهاية إفريقيا ما أدى لخسارته للقب خشوا قلنا رأيك توقعتك ايه لرد فعل النادي الآن اللي عنده اجتماعي مستهل حيقول في إيه حيعلن في إيه حيعمل في إيه تخيلوا استهتار قدى لخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا حاجة يعني خيال والله العظيم خيال فمش قادر أنا أعتقد بالك ومش قادر والله طيب نطلع نتابع التقرير ده عن قمة الآلي والزمالك مواجهة طبعا ستخطف الأنظار لأنه حتى في غيابات في الزمالك وفي إعادة اللعبة في الآلي معلول راجع محمد عبد المنعم بيقوله إنه بيتقدم وراجع أليو ديانج ياسر إبراهيم كل اللعبة دي راجع تاني ومحمد فتح وعمر السولية وكل اللعبة دي راجع تاني النادي الآلي لكن منشطة القمة ملهاش معي نطلع نتسمع التقرير وبعدين نصطريف نجمنة محلل اي تي سي كابتن أحمد عيد عبد الملك أهلا بكم من جديد بيصعدني أن يرافقني هذه الفقرة اللي نجمنة كابتن أحمد عيد عبد الملك والله زمان يا عمد الحمد للع السلامة وحشتين والله والبرنامج مضلب من غير لا معني مناكب فيك وبتاع اللي قدت عمش اللي خناق الحمد للع السلامة الله يسلمك شكلكك هتاخدوا علق يوم الحد أنا حد اللي جاي ده مش عارف الحد فيه أهلا وزمالك سيد السلام ايه المشكلة متفائل أنا على فاكر لا يا راجل اه ده ما فيش لعيبة اه ما فيش مشكلة الزمالك بمنحضر بجد اهو عادي انت ابوك تفسرها لي دي يعني بعادي مين بقى الحضر يعني ما فيش بك رأيتي ما تشد ما تشتك كمة ملهاش مكيباس لا محمود العلع مش هلعب بعادي هو دي ميزة ولا عيد مش عارف لكن مش هلعب لا محمود لعيب كبير طبعا محمود لعيب كبير ولعيب دولي وجوده برضو يبقى مهم في الناس الزمالك وفرق معانا قبل كده في مشهات كمة فكان برضو من من الفرقة اللي يعني كسب الاهل عدد مشهات كبيرة مع الزمالك يعني محمود محمود اه من الفترة لعيب كبير بس محتاج يركز اه اكيد كل لعيب بيجا عليه فترة بيمر بها بيبقى يعني هو لعيب بالإمكانيات دي طبعا لكن دايما زهنه مجغول بحواديد فهو مضيع إمكانياته بصراحة دي حقيقة هو الفترة اللي فاتت بعيد شواء عن التركيز او تيم الناس الزمالك الاغلبية بعيدة عن التركيز مش بركزين اكتر قبل كده عمل عمل مع الزمالك برضو فترة كبيرة هو في الزمالك من اخر اخر 2017 فعمل برضو ثلاثة اربع مواسم كويسين جدا مع الزمالك وانت بتهزر وانت بتقول الزمالك هيعمل حاجة في الماضش ده ولا بتكلم جد لا ما تكلم جد ايه 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 اللي بيهزر فيها ايه اصل للزمالك نقصوا كتير ما فيش مشكلة حصلت قبل كده انه احنا جنوا نقصين والأهل كان متفوق بأفضل سلقل رجاله علي معلول ورجاله محمد عبد مليم بنسبة كبيرة رجع عليو ديانج عمر السولية عملي فتحي وخط القدمين الفرقة بتاعة المبارح دي ممكن تلاقي ثلاثة بس منهم وهم اللي بيلعبهم فرقة بتاعة المبارح ما كسر كسبة اربعة باستريح يعني ايه عادي ما هو كسبة اربعة برضو المطش المطش من بدر خلص من بدر يعني ما خلص لأه المطش كويس ما امتدش يعني كتير اه طب ايه وهو اي مدرب جديد رح كانت كويسة اه ما عادي ما كانت كويسة الزمالك كسب استرن بالعافية اه ما مطش دور مطش دور وكان مطش متعقرب وإستر الزمالك كان مسيطر على المطش استرن كان بني جاب جون في اخر اخر المطش او قبل النهاية بشوية والزمالك قدر يرجع في الاخر مه بسمع كل مطش اللي زروف وما الأهل في الدورة اخر خمس مطشات خد كسب مطش واحد طول عمره ايوة ما الكلام اللي هو ما انا بقول لك المطشات مطش ما انا هقولها لك هو الزمالك كان السنين اللي فاتت كان كان فترات احسن من الاهل والاهل كان بيكسب وقابليها هفتكر هفتكر لك مطش مطش 2018 الزمالك فنش رابع دوري وكان اخر مطش في الدور وإزا مالك كسب الاهل عادي جدا كان هقول لك محتاج المطش لا ماليش علاقة المطش بتلاتة بونتو برضو نفس الكلام الاهلي كان مفارق في الدور كتير وزمالك كسب الاهلي تلاتة مطش وصموا فيصل ومصطفى محمد فعادي ملاش مكياس خالص في كاس السوبر زمالك اللاعب مطش من يومين ولاعبوا الزمالك السوبر بتاع المرات دوات وزمالك خدك الكاس عادي برضو الدنيا الدنيا سهلة طالما طالما يعني أنا سابق تتكلم أيوه أقولك طالما الكرة في الملعب قصد توحشني فمش مش هبوس كتير يعني طالما طالما الكرة في الملعب الكرة في الملعب أيوه وحد قال الكرة بره الملعب الكرة ابتهاء بس الاهلي أكثر جاهزية من ناحية حتى الأساسيين يعني انت بتتكلم معالي معلول الكرة الاهلي عنده فرقتين مبيرام ازاي عنده فرقتين انا قولت الزمالك بعد الوقت في الغيابات نص فرقة الزمالك حاليا في الغيابات يعني ممكن أقولك ست سبع لعيبة اللي هم ممكن يبقوا شايلين الفرقة في التشكيل اللي جايدة قولهم جبل اللي هيلعبه مش عوض جبل اه أنا عرفت جمال ان فرير قال اللي عوض ان جبل اللي هيلعب هو جبل اللي هيلعب هو الطبيعي الرجل جبل بيلعب مشروط الدوري حتى أععده كان بالاتفاق كان بالاتفاق مع الراجل وعضو وهو الرجل اللي لعب مطشنين المنتخب فهيرجع يلعب طوية يعني فهيلعب جبل و و هل ستة سبع مين بقى جبل فتوح رجع هيلعب وعبد الشاف بس فتوح بعيد بقى له فترة فممكن يبقى مستوى مش لا هو مش بعيد هو الفترة بتاعت المنتخب دي التوقف ده ده شاف اللي هي بالنسبال له ميزة اللي هو ريح هو اكتر لعب مضغوط الفترة مونهك يعني دي كانت ميزة يعني اه ميزة بالنسباله تمام ففتوح يعني ممكن يبقى فتوح انطلاقة ليه قوية في المطشرة اه طبعا اه فتوح وعبد الشاف هيبقى موجود برضو العب ممكن يلعب في التلاتة اللي ورا اللي هيلعب بهم السردباكات مع محمد ومالعب 3-4-3 3-4-3 واخر فترة وفي الداخلية لعب الاتنين يعني لعب اتنين وقلب 4-3-3 وبين الشوتين بين الشوتين راح قلبها بيجربها هو بقاله فترة وبيتمرن عليها وحطت عبد الشافي سردباك 3 عبد الشافي وعبد الشافي يعني التلات سردباكات عبد الشافي وعبد الغاني والوينش التلاتة طبعا الطرف الشمال فتوح الطرف اليمين بقى وفتوح وهو الراجل بيفكر في زيزو هاته اليمين ثالت كهو بيلعب عالخط في الحتة دي وانت كده كده بتلعب تلاتة تلاتة مضافعين والمسلوسي مش موجود وحازم مش موجود اه بس تقريبا ممكن ممكن حازم يخش الماتش يبقى موجود بيحاول يجازه حازم اه لو موجود في الماتش برضو حازم لعب خبرة برضو لا في ماشرات القلب ازاي اه يعني حازم صراحة بيظهر في ماشرات القلب كويس لعب خبرة ويفرد مع وجود امام عشور لو جاهز حازم يفرد اه طبعا صراحة وامام جاهز برضو موجود وآه نص الملعب بقى نص الملعب نص الملعب وهو امام وروقة اتنين اللي موجودين اللي الرجل بيعتمد عليهم من الفترات الاخيرة وباما هيلعب اه نص الملعب ممكن لأ بقول ممكن لأ طب خلان قول تلاتة خلاص السردباكات قلناهم عبدالغني والوينش وعبدالشافي تمام اللي اربع اللي في نص الملعب فيهم طرفين زيزو وفتوح لا هو لو زيزو لعب ناحية اليمين اه قطرف يمين وباما هيبقى موجود في التشكيل هو واشرف بن شرقي وواحد من الفراو ده لسيف لعمر السعيد طب خلاني بس نقول هنقول تلاتة اربعة ثلاثة تمام انت بتشايف انه هيلعب بالطريقة دي اه هلعب تلاتة اربعة ثلاثة خلاص احنا قلنا جبل التلاتة السردباكات حيبقوا عبدالشافي وجنبي عبدالغاني والونش تمام عندك في نص الملعب حيالعب عطار في اليمين زيزو وعطار في الشمال فتوح تمام في القلب عندك رؤة وامام وامام قدامهم بقى تلاتة وباما وباما هيلعب قدام زيزو قدام زيزو واشرف هيلعب قدام فتوح فتوح ويلعب بعمر السعيد ويلعب بعمر السعيد او سيف حد فيهم بقى بيتهيقلي الاقرب سيف كجهزية مع المنتخب بس هو بيميل دايما لعمر هو بيميل لعمر بس سيف كان مصاب بالفترة اللي هو الاولانية اللي الرجل جي فيها وبدأ يدخله ويديله الموتشات بعد كده راح للمنتخب تقلق مع المنتخب وراجع يعني فهو اقرب واجهز بالنسبة لي بس هو ده بيحب لعب رقب تسع اللي هو القوي اللي بيحطه يعني هو دايما اميل هو أنا يعني أنا شايف في الموتش ده هو اللعب المتحرك اكتر هيفرق في السرعات وفي الحاجات دي طب افرد فتوح مش جاهز احتمال ممكن عبدالله يا مأمان لكن عبدالشافي مايروحش عالشمال عبدالشافي خلاص ترد باك ما هو عبدالشافي بناحية الشمال دي هتبقى عندك مشكلة في حتة قلب الدفاع برضو انت لو عبدالشافي موجود خبر اكتر من مثلا من حسام عبمجيت بس هو بس عبدالشافي بيمني احاية الشمال والوينشي كمان بيمني احاية الشمال ما هو الوينش هتلاقي بيلعب في القلب في النص مش هو ولا يمين ول شمال في النص ومن وعبدالشافي شمال وعبدالغن يمين وعبدالغن يمين يعني لو غاب فتوح او مش جاهز عبدالله جمع ها هو الاقرب عبدالله او ولي هي ingen job ولي هي غابترب اربعة ثلاثة ثلاثة لا يعني انا وجهت نظر مش هلعب أربعة ثلاثة ثلاثة طب هل التشكيل ده قوي في رأيك؟ يعني مميزاته ايه وعيوبه ايه التشكيل ده؟ انا عيوبه بالنسبالي في غياب طرق حامد طرق حامد لو مجهود في التشكيل ده عندك مشكلة في نص الملعب تشيل يعني يشيل العيوب يعني مين في نص ملعب الاهلي اللي قالك لان طرق حامد مش موجود؟ ما هو انت عندك التلاتة العيب من نص الملعب في الاهلي السولية وقاليو وحمدي؟ يعتبر جهزين بشكل كبير ان هما جهزين بشكل كبير ممكن تلاقي الراجل كابتن سامي يلعب اثنين هو طريق لعبه أربعة ثلاثة واحد بيلعب به على طول وهو مدرب وهو مدير فني الحراسي الحدود قبل كده والفترات اللي مسك فيها يعني فبيلعب بالخطة دي على طول ولمراجل مدير فني في الاهلي اه فممكن تلاقيه بيلعب باثنين ديفندر مثلا السولية ووديانج يعني هو ديانج هي واحد من الاثنين السولية وديانج او حمدي فتح وديانج ويتلايبي يلعب قدامهم بقى انت مش متوقع يلعب بالثلاثة لا مش متوقع اللي هو يلعب بالثلاثة طب انت يبتش التشكيلة دي انه طارق حمد مش موجود في نص الملحة يعني انت مش قادرت تقول ان رؤة ممكن يتحمل مسؤولية زي طارق هو هيلعب رؤة بس طبعا خبرات طارق في المنشات الكبيرة كمان وتمرسه في المنشات ديات وفي فرقات الصراحة وكنب ياسر وكما اي من في التشكيلة التي بحطوها في الاهل على طول بيبقى نhalten الشمال بيقفل حتة الدفاعية لما علي يطلع nothing وانا هلعب حمدي حمدي طيب قدامهم مين هيلعب بقى بلاي ميكر أفشا أفشا هيبقى في القلب وعبدالقادر ناحة الشمال ومحمد شريف وهتبقى بين طاهر وبيرس تاوي ناحة اليمين ولا حسين لا انا بقول طاهر وبيرس تاوي ممكن حسين على السلواء وطاهر متقلك بصراحة جاب جول الماتش اللي فات حسين برضو طاهر جاب جول درب الجزاء انت لو حسابت الطاهر يعني مع النادي الاهلي في الدوري اول جول يجيبوا السنة دي لا بس هو اقول اعتماد على ليه الفترة اللي فاتت بيلعب بيلعب على طول بشكل كبير طيب يعني التشكيلة كده وتشكيلة الزمالك سيبك بان الماتشاط ملهاش معايير اهلي وزمالك بصراحة يعني وده حقيقة لكن التشكيلة كلعيبة على الورق تشكيلة الاهلي متكاملة وعنده بدايل كتير جد يعني انت بتتكلم لو برسته ولعب يبقى طاهر بديل واحسن الشحات بديل والسولية بديل اه وحسام حسن وحسام حسن بديل ومحمود واحيد بديل وتتكلم برضو في السرد بكات بدر بدنون دخل بدأ يرجع ويخش واحدة واحدة محمد محمود ومحمود متولي كريم فؤاد هو الاهلي فرقتين هو الاهلي وبرامونز نفس السكواد هنا نفس السكواد عندهم حوالي 20-22 لعيب كلهم شبه بعض وقريبين من بعض فصالح كن ومسي Controller خفلي في صليح الزملك فصالح الزملك لا عادي مش في صالحنا ولا حاجة ليه كده ما هو عادي ما هو The Dora مش موتشie الاهل والزملك بس لا انا بكلم عن اهل والزمالك لا The Dora مش اهل والزمالك يا فاندي انا بكلمك دهوقاتا المتش القمة نتكلمش لما نتكلم عن The Dora كموضوع ينبقى اقول لي كده ما هو كسب هو كسب الزملك السنية اللي فدتوا ما خدش الدوري. يا سيدي ماشي انتو بتعرفش تكسابه. ما كنتش بتعرف تكسابه الالف وجود موسيمين. اه. صح اه. ايوما اقولك صح اوه. ما كسبناهوش ايه المشكلة. بس خدنا الدوري. خدنا الدوري. يعني انا دي بالنقط ولا بالاهداق ولا بالبطولات. نقط العين. اه. بالنقط ولا بالبطولات. لأ هنكلم ماتشاط القمة قالي وزمانك مع موسيمينة وكنتش تعرف تكسابه حلو ووحش الانة كنتش تعرف تكسابه. والاهلي برضو ما كانتش بيعرف يكسب موسيمينة. انتش بعرف يكسب مين? موسيمينة. يعني بصراحة زمانك انه مشي. انا شايف لا. انا شايف لا. انت كده بعندك اعمل تكسب زمانك. انا شايف لا. انا باتكلم على البطولة نفسها. انا شايف لا. السنة دي خصوصا الاهلي اه. يعني الاهلي هتفوق بعد موسيمينة ما مشي. اه. بجد والله. اه والله. ده الاهلي مكنش عايزة مشي. السنة ما كانش عايزة مشي ازاي. اه والله. ده الكلام ده اللي بيقولوا بيتقالوا قدم الناس بس. لا انا بقول لك كواليس. اللي كان عايزة مشي في نهاية الموسيم. ام. يعني الاهلي عارف انه عنده قزمة. يعني عنده داخل ماتش زمالك. عنده ماتش برامز على فكرة في الكاس. اه مش عشان نزل للمعوية بس. ايه? مش عشان النزل المعوية. لأ بس هم هايقلوله احنا هتتكمل معنا بنقعد نهاية الموسم بس فيش شروط. انك تحط الناس في الجهاز الفني ان انت الاجازات الكتير وما عجبوش الكلام ده. مم. فتلقت بقى الرغبة. فقالك الدوني 48 ساعة افكر. فاكر موضوع الزوم لما تعب. افكر. عارف موضوع الزوم لما تعب. طالب 48 ساعة افكر. ايما اعرف. فاكر بقى راح خلص هو جيه. هو هو متفق من بدري. بس ما كانش خلص. مع ميه. كان متفق يعني بالفرق اللي هيمرنها. مع ميه. مش عارف. المرن الاهلي. واللي بيمرن الاهلي مرن اي حد في الدنيا. ايوة ما بقولك ما عادي ما ايه المشكلة. الله. ده راجل صانع التاريخ في 20 شهر. اتنين دورة ابطالة الافلاقية وكاس عالم. ايوة ماشي ما هو عمل كده مع مع صندونز. ما كانش على الخريطة خلاهم على الخريطة. صندونز على الخريطة طلعهم. لا مش على الخريطة. ما ده كسب الزمالك فاين. فين ما هو هو خليهم على الخريطة في الفترة ديت. مع صندونز. وكسب الآلي خمسة على فكرة عشان تبصت. هي دي اللي خليطه على الخريطة. عشان ابقى فين. هي دي اللي خليطه على الخريطة. عشان كده الاهلي جاب. بس انت في صلاح كنه مسلمان يمشي. لا انا انا شايف لا. والله لا. لا على البطولة كل لا. لكن مطش اهلي وزمالك ما تعرفت تكسبه. ما خلاص يا فوجود مسلمان. اكسب كل سنة المطشين واناخد البطولة عادي مفيش مشكلة. ياه. اه والله. هتكسب كل سنة المطشين واناخد البطولة. خمساته بتاعه. لا بايه المشكلة. تفاكر مطش الاولاني. انا مطش. ده قلو يعملها كده تدخل معرف شو يعملها. اما. كانت كانت زيتة. زيتة اه. ما هو الصراحة بينهم هنا. يعني هو كان التخبط اللي فيه الاهل بين الاهل ومسلمان. السنة دي كان في صراحة الزمالك الصراحة. بس الزمالك مش مساعد نفسه يعني. بس الزمالك عنده ازمة. يعني خلينا اخرج بس شو يعملها مطش القمة. عنده لعبة هتبشي الشهرات. اه ما. في اخر الشهر. تعلم انت تتكلم في ثلاث لعيبة. اعمدة. انت كده كده طريق حامد بالنسبالك. انا الموضوع اللغزي برضو بالنسبال اني طريق مش موجود. اه. والكلام اللي هو برضو الادارة بتقول لا احنا ما دينالوش اذن بحاجة زي. وهو طلع جوابات. وهو طلع جواب. بس انا يعني انا شايف الجواب برضو هو مكتوب وطريق ماضى عليه. يعني الجواب مش مكتوب من النادي. يا فن طب هو اخد ازاي جواس صفر يعني. ايوه ماشي ام هو عادي. بخلي بالك الموضوع دوت سهل جدا يا. ممكن روح اعمل جواس تاني. لا بس هو قدم. ايوه انا انا يعني انا ما شككش في طارق. يعني طرق ما عملش جواس تاني. ايوه انا بقول انا ما بشككش في طارق. وانا شايف ان الموضوع فيه فيه. هو طارق اتعامل وحش في الزملك. مالوه. اتعامل وحش. فترة اللي فاتت. طارق. طارق بيعرف يزبط اموره كواس جدا. سبك مني بعرف يزبط. اتعامل وحش. كرجل نجم واسم في نادي الزملك. لا لا. هو اتعامل في التصرحات في البداية. وبس هو بعد كده حصل تواصل بينه وبين الرئيس النات. والموضوع ما كانش فيه مشكلة خالص بالنسبة لهم. هما الاتنين ايه. طارق خلاص ميشي يعني. نعتبره ميشي. اه انا بقول الطارق مش موجود. طب غياب طارق حامد متوقع بين شرق ومتوقع ابو جبل. لان هما مفترض حتى اللعيمة دي هتحترف برا. فهيفترض يمشي 30 يونيو. عشان يلحق القيد اللي برا ويقدر يلعب فترة اعداد مع فرقته الجديدة والكلام ده. انا اللي فارق معا طبعا فارق معا طارق حامد وبين شرقي. اكتر اتنين فارقين. اكتر من جبل. جبل موجود برضا عواد في نفس. يعني قريب من. اه زي ما قلتلك قبل كده موضوع راس المرمى كل قريب من بعضه. فما فوش مشكلة خالص في مصر بالنسبة لي. فهما الاتنين يفرقوا كتير جد. جدا جدا جدا. طارق فارق معا انا طارق فارق معاك في مطشات كتير جدا. كنت ممكن تطلع مطشين تغلبتهم ولا ثلاث مطشات. كنت ممكن تطلع على اقل فيهم بتلاتة بنت من الثلاث مطشات اللي انت خسرتهم. بس انت كنت معاول جمد على مهند لشين. معاول جمد؟ معاول يعني ان مهند لشين يجي يسد السرع. لا هو مهند لعب كويس. ما فيش مشكلة. بس هو اختار اللي هو يروح فيوتشر. نعم مش. انا عارف ان هو اختار يروح فيوتشر. مين هيعود اياب تار. فيه لعبة كتير جدا. انت دلوقت شايف اللي عبالي في المنتخة في مصر كلهم. يعني زي هم زي اللي عبالي في الدور. يعني اي حد في الدورة هيروح يلعب يدي نفس الاداية. اي بس اي بس اي لدي الزمالك بيشارك في افريقيا. بيشارك في بطولات مهمة. محتاج اللعيب القوي الخبرة. انت عشان تصنع اللعيب زي طارق حامد محتاج وقت. طبعا. اكيد. فيش حد بيطلق من يمو الليلة. خد بالك قبل طارق حامد. من تامر عبد الحميد. مجاش هابدي بندر في الزمالك شوف تامر كان مبطل. دايم صلاح شوية. اه. اه. افريقا كان لعيب كويس لكن مش طارق حامد. اه شوية. النوعية دي. اللي هي بعد اسماعيل يوسف. ام. جي تامر عبد الحميد. اه. 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 و بعدين جي طارق. يعني النوع. عبد الحامد لطارق حامد كان فيه جاب كبير كده عشان يجي النوعية دي السبعة سبين مبالدي قال الزمالك عنده قدرة يجي العيب خد بالك جي ناس كتير مع الطارق ما قدرتش تشترك ممم يعني جي بيتقال انه عبد العاطي دونجة بتاع اسماعيل الزمالك خلص فيه ده كان في الزمالك و راح لاسماعيل آآ علامت استفاهم برضو انت سمعت الكلام ده سمعت اوه طبعا هو عشان عشان هو فري هو مقداش مع ناظر اسماعيل بالشكل اللي هو المطلوب منه يعني مش عاجبك الكلام ده لما اتقال دونجة لا مش عاجبني طب مل مين طبيعيك في مصر يعني عموما في الحتة دي في الحتة ديات ممكن افكر في السيسي ولا يروحوا برا زي آليو ديان ممكن طب اين مينة انا تابعت دورة ابطال افريقيا واتكلمت على كزا لعيب لايف فرقة في الجزائر اتكلمت عليه اه طبعي المانج دا يحصل طبعا فرجاني كان بلاها في الحتة دي اه ما ناس كتير ناس كتير جدا وخلي بالك يعني ناس يعني انت عندك سيسي ما بيلعبش وعندك مسلوس مدون وعندك او ناجمة بيلعبش وعندك الجزيري مطش ومطش يعني انت عندك قريد العابة اجانب اجانب تستفيتش منك انت الخمسة الاجانب المفروض اللي هم مشيين الموسم دو. انا ايه المانع ان انا بدل ما ادفع للخمسة ادفع لتلاتة بس بس اجيب تلاتة جمدين. ام. اجيب تلاتة جمدين. ام. العبوا. مفيش لعيب مصر يلعب عليهم. طلو انت جايب محترف. تلاتة بدل الخمسة. ام. انا انا مسلا هدفع مليون دولار. يعني خمسة مليون دولار في الخمسة. وبعدين مش لازم ادفع مليون دولار في الخمسة. ما انا ممكن اجيب برضو لعيب جامعي. هو قال لي والدانجل قال لي كان جايب. ايوه انا. كان باخد مرتب كم اول ما جاه? ايوه 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 ايوه. وصل دولارة سبعمائة. اه. مع التقلق. اه. يعني انت تقدر تجيب برضو لعيب افريقي. تلتمائة ربعمائة الف عالفكرة مش قليل. احنا احنا عالمستوى الافريخي بلدي ارقام عالية جدا للعيبة بتاعتنا. انا المليون دولار بقى حاجة اولاية. الكلام ده اللي انا اقولته اللي انا اقولت لعبت المنتخب ديت. المنتخب مصر. اعلى عقود داخل الكرة الافريكية. ما كان في اسم يل يوسف شعبان في التقارير بيقول الكابتن حازم في المؤتمر الصحفي انت ليه ما بتشغلوه ما عندناش محترفين بره. ده هيطلع بره ليه? هلا كيف ياخد هنا عالشين مليون دولار. اهه. صح ولا غلط? واللعبة بتفكر في كده حتى لو هيروح اه اه الزمالك ولا الاهلي بياخد مليون دولار في السنة. ما بياخد مليون دولار وكمان هناك الدراية بخمسين في المية. اه يعني انت بتاخد اكتر من ايطاليا وعالمانيا. هيسافر ليه? يعني ايه الطموح اللي خليه تسافر لما انت قاعد بتتمرن على كيفك وقاعد هنا وسط اهلك ونجم النجوم وبتاخد عشين مليون جنيه ومش عجبه. ممكن اكون مبلعبش وباخد المبلغ الكبير دوت في على فكرة لو خدنا نمازج اهلي وزمالك في لعيبة كتير جدا بتاخد فلوس كتير جدا بتلعبش. ما بتلعبش اه. صح ولا غلطة? اه ما هو الموضوع مش مش عقلان يعني ما هو اللي يوصلك في الاخر. فعشان كده قصدي كده الزمالك لو جاب اتنين من افراقيا مش هياخدوا مليون دولار ولا حاجة في الشهر في السنة. انا بقول لو فرضا جبتي تلاتة جامدين مدال مسلا ما كنت هتجيب خمسة. كنت هتجيب خمسة مسلا هتديهم في السنة خمسة مليون دولار. هتجيب تلاتة ممكن تديهم اربعة ونص. طب انا اقتراحت على اتحاد القول اقتراح. قلت له افتح الاجانب للانديهز اما هم عايزين. مم. بس احط في الملعب ماكس من خمسة ستة. وعمل زي السعودية وعمل زي لانه. وخال اللعيب المصري انزل بتامنه. ما النهار ده حدي ده عشرين مليطار احامة خمسة وعشرين مليون مش عاجبه. طب انا هجيب هاف ديفندر بتلتة متر وعملية الف دولار. اللي عايز يلعب عندي بقى بالارقام دي المصري. يلعب مش عايز طلع يحترف ويكتاد يروح قرب. زي ما افريقك كلها بتاعي. انا النهار ده بتتكلم في عقود عشرين وخمسة وعشرين مليون في اعلن في الدورة المصري. ارقام مهولة. مهولة وبالنسبة المرضود اللي بيتقدم والدوري اللي بيتلعب والشكل بتاع المنتخب. مش حالو. ما فيش اي حاجة. صح. ما فيش اي حاجة. نهيك بقى عن ايه? افلاس الاندية. طبعا. فلوس بتلدق لول ان في شركات. الاندية الجمهرية. ما خد بالك لول ان في شركات فما ما حدش بقول من اهن لك هذا. لان في شركات غنية. اه. يعني هو ما بيك. لو شغلها اراده مصروف خسران. كل كل الفرق بما فيهم الاهل اللي بيخشوه لقبار. اللي يرجي ايه راجل وعنده مشكلة. اه ما انا بقولك بيخسر. اه. انه هو اكتر نادي بيستفاد من الكرة في مصر الاهلي في الدخل بتاعه. بيخسر طبعا. وبيخسر. طبعا انا مش عايز ابعد بس عن ماتش القمة. عايز ارجع لك تاني لماتش القمة سانا عندي استطلاع رأي انه قدر يضيين يا جماعة عن مباراة القمة. خلينا نشوفه ونعرف اراءهم عن مباراة. هتتلاقي بيوم الحد بين الاهل والزمالك. مباراة كبيرة طبعا انا يعني لعبت المباراة دي كتير جدا. سواء او انا في الاهلي او او انا في زمالك. مباراة القمة دي بتبق عليها طبيع خاص. اه. مش مش الشعب المصري بس اللي بيتفرج عليها. لا. الوطن العربي. اه. كله بيتفرج على المباراة دي. اه. دايما مباراة بتصنع النجوم. اه. اتمنى ان شاء الله اللي تطلع يطليق باسم الفرقتين. الفرقتين عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة جدا. اه. يعني تطلع كمان بدون اصابات دي اهم حاجة اللعيب عشان كل ده بيعود على المنتخب المصري مش عايزين نفقد اي حد وتطلع ان شاء الله مباراة كبيرة وتلاقي باسم الفريتين بصي المباراة دي بتبقى خارج التوقعات ممكن مثلا تلاقي فريق ماشي مثلا وحش في الدوري او نتائجه سلبية تلاقي في المباراة دي بيبقى يومه وممكن فريق تاني يبقى ماشي كويس وحصلت معي كتير يبقى ماشي كويس وبيكسب ويجي المباراة دي بيقى دي اوف بالنسبة له فما لهاش توقعات اللي افوأ واللي زي ما بيقوله بلغة الكرة اللي هيكون يومه يعني اسنان المباراة اعتقد اللي هو ده اللي بيكون ارجح للمكسب يعني ان شاء الله اهم حاجة في رغم الاجواء اللي بتاعيشها القرى المصري في الفترة الاخيرة ولكن هي مباراة صعبة جدا جدا على الفريقين يمكن النادي الزمالك بيعاني الفترة الاخيرة من تراجعه مستوى بشكل كبير جدا في المقابل النادي الاهلي طبعا مع تغيير مسلماني الامور يعني هتبقى صعبة شوية على النادي الاهلي اعتقد هيبقى صعبة جدا يكون مدير فني حتى لو تعقد النادي الاهلي مع مدير فني اجنبي ان هو يقود هذه المباراة كابتن سامق مصان ونقدرش نتوقع بنتجتها او المباراة تمشي زي هي بتبقى توفيق والفريق اللي هيكون مركز اكتر اللاعب اللي هيكون عندها دي وافع اكتر هي اللي ممكن هتقدر تقدر تفوز بهذه المباراة ولكن هي مباراة خارج التوقعات بكل شكل مباراة الكبه مهما تمر بها اي ظروف هتفضل مباراة كمه من الاهلي والزمالك يعني غياب مسلماني طبعا هيؤثر على الاهلي بس ممكن يبقى فيه تأثير ايجابة اكتر من هو سلبي فيه لعيبة كانت مشاق بشوعة ده فرصتها كبيرة اوه مع مسلماني هتحب تظهر بمستوى جديد هتحب تبين ان هي تستحق تستحق المشاركة بصفة احساسية غياب برضو بعد اللاعبين هدي فرصة جديدة اللاعيبة صغيرين هيتطلعوا في الزمالك بالزات الزمالك عنده إصابات كتير وعنده لعيبة مفتقدها يعني الزمالك عنده مشكلة في الدفاع وعنده مشكلة في خط الروس غياب محمود علاء عبدالغاني لسه برضو شوية هنشوف وجوه جديدة هتحب ويزبطوا نفسهم اعتقد ان القمة دي هتشهد يعني مولد نجم جديد هنشوفه سواء في الزمالك او في الاهلي اكيد الكل بتكلم عن غياب بيتسو موسماني بعد رحيله عن النادي الاهلي وان سامي قمصان بيدير المباراة التانية ليه قدام نادي الزمالك بعد مباراة إسر الكمباني وكمان الناحية التانية كيت فريرا في استكرار كامل واستكرار تام بعد طبعا الفترة اللي فاتت هو موجود مع نادي الزمالك ولكن النادي الاهلي كمان كان بيمر من نتائك سلبية وزادت اكتر كمان برحيل لبيتسو موسماني اعتقد لو سامي قمصان قدر ان هو يخلق الدوافع عند النادي الاهلي او اكيد هو شخصيا عنده دوافع كبيرة جدا ليه الفوز على نادي الزمالك عشان يكون كدر جديد ده كدر مدرب محترم بالنسبة للنادي الاهلي اللي هو يختاره دايما يبقى مدير فني ممكن لو ادر اكسب الزمالك وبرامنز ممكن لو في حالة ان هو عدم الانتفاق مع مدارب اجنبي يدوله المهمة خاصة ان هو يكون ادريكسا بالفريقين اللي بينفسوه على بطولة الدوري وكمان اخرى كبيرة بتزم بطولة الكاس لكن الناحية التانية اكيد فريرا مش يكون خصمه سهل تماما خصم اكيد مركز بشكل كبير مستقر مع لعبة بشكل كبير لعبت كمان الزمالك الدوليين ما كانتش كتير في المنتخب فعنده القدرة ان هو يقدر اخلع اكيد دوافع جديدة الناد الزمالك عشان تقدر تواجه الناد القلب دوافع كبيرا جدا بعد رحيل بيت سبو سماني اول مرة حسك قلقان من مطشة هتلقب في الاهل ولا في دماغي والله ولا في دماغي خالص بس المسلمان انت رابط ورا قلنا ما عملتاش ليه على تويتر اللي هو مشي لا انا انا كنتك تبقى بارك لجمال الزمالك رحيل المسلمان لا انا اتكلمت في نقطة تانية خالص اما المسلماني مشي ايه ان الاعلام ليلة ماشيان وقال حاجة وتانية بعد ما ماشي قالوا حاجة تانية ايه بقى قالوا ايه وقالوا ايه يعني اتقال قصص كده اتخلقت ان هو الراجل قاعد مع دارة الاهلي وقالوله ان الموضوع خلاص واللي انت عايزه ومش عارفه طيب دي شو ترم الاهل ايه شو ترم الاهل انا بقوله على الاعلام طيب هو الاعلام بيستمد معلومات من المصادر المصادر ودده ناحيه ما هو المشكلة هو نفس المسلا نفس القناة اللي قالت في برنامجين مختلفين واحد قال حاجة واحد خلينا فين احنا في القناة بتاعتنا الناس دعا بحضن يا جماعة ونم لو عندنا في الكنترول قولها ولا حاجة هتوال الكابتن احمد عيد عشان يكسر على الهواء لا ما خليك سابقا اخد البطولة ايه المشكلة انا بالنسبة للمشكلة لا المكانه ماتش تقمة يعني اه يعني الكابتن سامق قمصان انت متوقع يدير المباراة يعني ببراعة يعني هيبقى ليه دور في المباراة هو يعني كابتن سامق المندرب من المدربين الكويسين انا عرفه شخصيا اه انا عرفه شخصيا طبعا ومدرب من المدربين الكويسين بس برضو الماتش هي اللاعبة مشوات دي مشوات لعيبة يعني من الايه بتا تكلم وتحط التشكيل والشكل وكل حاجة وتفاصيل الزغيرة طبعاتك اللي نتيجة انا بقول لماتش تعادل تعادل او الزمالك هيكسب الاتنين اه عكس كل توقعات العكس كل توقعات عكس كل توقعات عايلي نتيجتين عكس كل توقعات ايوما انت بتقولي مش الناس كلها بتقولي الاهلي هيكسب هايكسب ولا هيتعادل. هايكسب ولا هيتعادل. تعادل. انا بقولك القال هايكسب. طوقاتي. مش تقلينا من الزمالك بس غيابات الزمالك اكتر. ولعبين مؤثرين جدا. يا طريق حمد مؤثر. البك رايت مفيش موجود مؤثر. لو حزم مجهسش. يعني النتيجزة يرجع ويفقد برضو مكانه في الحتة دي برضو مؤثر. اسيزة العب مؤثر في الطرف القداماني بصراحة يعني. جدا يعني. بحقيقة. وانا حاسن الراجل مش يعمل كده. ممكن تلاقي ونجمة موجود في الفرقة. والله ممكن. وبيلعب يمين. ممكن دي مفاجأة. ونجم العلمك لو في حالته بك ويس. خلي بقى مطشي لقبل اللي فات نزله كان زي ما لك بيلعب تلاتة ونزله بك رايت. كان زي ما لك وبيلعب تلاتة. وكان كويس ونجم. اه لعب حوالي نص ساعة. اه انا كنت على فراش. اه. ما شفتش. لا كويس. اه كويس عمل مطشي كويس مش وحش اه. انا كنت متوقع المطشي دي حتى ركبت نهاية بجلالية وبتفرج على نعيبته. مدتنا اللي احنا عايزينه. ديوقتي على طول مرة واحد. انا الموضوع بالنسبالي انا عايزت في عالم سمسي. بجده الله يعني اللي شايفة قررت الاتقدر اسبوعي اللي فات ودول احنا كنا في مصرحية بجد. اتحاد مفيش فلوس لقى اتحاد الفلوس. اه. ما فيش مدارب اجنابي. مدارب وطني لقى مدارب اجنابي. فانجادة ميشي لقى ممفيش ليه. مصرحية. اه. هي مصرحية بجد بالكرة المصرية وانا وانا يمكن قلت حاجة الاسبوعي اللي فات ان اه انا بعيد على مهوم الكرة المصرية الكبار اللي هم مش موجودين على رأس اتحاد الكرة. مع اللي احتراموا التقدير للاستاذ جمال علام. اه. هو انا قلت هو موجود في المنصب ده ليه. بس موجود حاجة الامام وبركات ده نجوم كبار. انا انا بقول في ناس نجوم كبار في تلك الكرة المصرية. بس خانوا بينك الاتنين كانوا رفضين من البداية لحواديد دي كلها. اه. كانوا رفضين طبعا بس في الاول وفي الاخر. صوتوا كاتل اجنبية ضده. اه. فانا بقول هو الراجل يعني موجود في المكان ده ليه. بس ده عالم سمس. عالم سمس طبعا. والله ما بهض. اللي بيحصل ده عالم سمس. يعني حاجة مش طبيعية. حاجات بتتقال وحاجات عكسها بتحصل. وكل حاجة غلط. كل حاجة معمولة غلط. انت بتدير الكرة كلها غلط. النهاردة. اه. كابتن. كابتن حازم قال حاجات كتير. اه. كل حاجة. يعني مدير فن اجنبي. اه. اللي هو المدير الفن للاتحاد اجنبي. مدير المنتخب قلهم باجنبي عشان كل المصريين رافضوا. اه. التحكيم اجنبي. التحكيم اجنبي. ناص بقى اللي يدير المسابقة يوبقى اجنبي. دي اهم حاجة. طبية والرجاء هكيبكم نجيب شركة امن اجنبية في الاتحاد من برا. اه. كل حاجة. كل حاجة اجنبية. بس المهم بيكون فيدو الارات. طلع فيدو الارات. اه. طلع فيدو الارات. قال لها جبني هابجلال اللي جبت الراجل قال لها جبني الراجل بتاع الملاي في دلارات لأ هاتوا هابجلال نكبوا عنها ولو اه ما فيه التحدي هالمجده التحدي ده اصله يعني خيره كتير نا طول عمري بقول ان كل حاجة بتتغير من على الوش والبطانة هي هي ما بتتغيرش بتتغيرش فعشان كده المشاكل موجودة على طول هنعمل لها حلقة مخصوص ده لازم انا وانت بقى نجيب كابتة ساد معوض لا هو مش هتلاقيه موجود لا تبع تشوف ماشي تبع تشوف بقى كابتة ساد معوض بقى بوص هيغطى عليك في اليوم ده ماشي هنخش هتحدي انا وانت وهو انا موافق هنجائز حلقة من نار تمام خلاص خلاص وكي متفقين هو هتكسفني كابتة نحمد عيد شرفتنا ونورتنا حبيبي الحمد وحمد الله على سلامتك لا يخليك الحد بقى هنالتخي بعد المباراة ان شاء الله ان شاء الله تبع مبارا شايقة لكل الجماهير وتليق بلالي والزمالك بيسم ان شاء الله توقع يطلع غلط والزمالك يكسب بصوا الأقرب تعادل بس انا بنكشك يعني كابتة نحمد عيدنا بشكرك شكرا جزيلا انشرفتنا هنا ونورتنا احنا كده وصلنا لناية حلقة النهاردة احنا الجمعة والسبت اعجازة الحد ان شاء الله في تمام اذا كان لنا عمري في تمام الحدية عشر مساء حلقة جديدة من بوكس تو بوكس الى اللقاء